اشتركوا في القناة لكن المرة دي انا هتكلم انا بقى بصراحة اقول لكم رزق ورزقكم على الله سبحانه وتعالى باش هنصلح حال المنظومة او الكرة المصرية الا اذا نصلح حال المدرب المدرب ده عامي زي المعلم المعلم ده اللي في المدرسة فيه معلم كويس بيبقى فيه طلبة كويسة بتستوعب الدرس زي المدرس زي المدرب المدرب كويس اللعيبة نفسها تستوعب الكرة بقت علم الكرة دلوقتي بقت صناعة او الرياضة بمعنى صح بقت صناعة احنا حجر الزاوية اللي هو بين الشخص وبين اللاعب سواء في المدرسة بنقول للمدرس او في الكرة بنقول للمدرب المدرب لهو بش مؤهل علميا انسا نبقى فيه كرة واحنا شوفنا كويس لما جيه المرة اللي فاتت قالك فيه لعيبة في منتخب مصر لعبش تباصي لعيبة بش عارفة توقف في الملعب لعيبة بش عندهاش فكرة عن الفكر الخططي كل ده يا جماعة لازم بقى فيه مدرب احنا عندنا المدربين واخدينها كده بالفهلوة واخدينها بالواسطة مدرب لازم يروح يقعد في اتحاد الكرة بالعشر ساعات كل يوم لازم يعرف مين المؤثر في القرار ويقعد معاه وممكن يروح له البيت وممكن يخدمه وروح يجيب له حاجات انا بقولكم على كل حاجة لان كل حاجة بينها واضحة قدامنا كرة القدم المصرية لازم لازم يبقى فيه وقفة احنا قلنا كلامنا الحلقات اللي فاتت وقلنا ان لازم يبقى فيه اتحاد قوي لازم بقى فيه ناس بتاخد قرار صح لازم تجيب مدرب مؤهل لازم تبعد عن الوساطة في التدريب التدريب مش فهلوة ولا جدعانة ولا هو في وسطة فلان وفلان ده بيحصل في اتحاد الكورة اه بيحصل في اتحاد الكورة هقول لكم بلاش في اتحاد الكورة لا في كل الاندية في معظم الاندية في معظم الاندية في الاتحادات وفي الاندية مجملات ما بعدها مجملات عشان كده بقول لكم ان المدرب الكويس هو اللي بيجيب اللعيب الصغير الناشئ بيعلمه ازاي يباص استلام وسلم ازاي يتحرك في الملعب ازاي تاكتيك معين جملة تاكتيكية تتعامل كلنا مرنا بالكلام ده كله وياما مدربين جمب عملونا الللي ومدربين تانين جمب ببساطة جدا يعرفك ازاي توقف في الملعب وهذكر منها انا واحنا بنلعب بعد اما وصلنا انا والخطيب سن يعني الحمد لله في كورة القدم جي دون ريفي جي سنة اربعة وتمانين علمنا ازاي نوقف في الملعب علمنا زاي نستيلم علمنا ازاي بقى باهري للخط عشان نستيلم الكرة عندي كزا من الساعة اخرج لبرا او لجو انداما دلوقتي ما فيش الكلام ده المدرب دلوقتي بييجي ومعظم المدربين للأسف انا بقولها واللي عاوز يزعل يزعل احنا في وقت لازم نصلح من منظومة كلها الكورة المصرية في خطر بداية من الادارة للمدرب لاعداد المدرب لاعداد اللاعب ملاعب عندك الحمد لله عندك بنية اساسية في الرياضة المصرية مفيش بعد كده ولسه في حاجات بتتعامل تانية اكتر من كده كما في البداية الاساسية للكورة القادم طب احنا عاوزين ايه احنا كافراد باش عارفين يدير الرياضة المصرية يبقى نروح نروح فعشان كده اللي بقولك لازم الكورة المصرية لازم يهتم بالمدرب طلع مدربين زي ما كان قبل كينها ايام من دكتور عمينا معمارة كان بيطلع ناس تقعد في لايفزيك ستة شهور وناس تقعد عملية تعايش في انجلترا بالتمن شهور والسنة لازم نبعث الناس دي برا انما ما طلعش زي الرحلة بتاعة كوريا طلعين اقول ايه بس والله العظيم عيب وانا مكسوف وانا بتكلم بقولي الكلام ده وحيات ربنا والله العظيم مكسوف وانا بتكلم بقولي الكلام ده لاني ناس جاية عايزة تاخد باش عاوزة تديه فعشان كده بقول لازم نعد المدرب كويس مدرب معناه ان اهله اهله علميا لازم نصفره برا لازم يروح يحتك بأندي عالمية لازم يشوف عملية تعايش مع الاندية يشوف الناس دي بتعمل ايه وبتأكل ايه وبتشرب ايه والنظام عندنا لازم يختلف يا جماعة العالم كله بتقدم ايه لا احنا احنا كل تلاتين سنة وكل خمسة وعشين سنة بروح كاس عالم وفيه ناس جنبنا بتطلع كل اربع سنين ما ينفعش والله ما ينفعش لازم تبقى غيرين شوي على بلدكم لازم مصر كلنا نقف مصر اديتنا كلنا اللي يقول لك اصلي الناد لأهل ما تدنيش او الكرة ما تدنيش لا اديتك لو اديتك اسبك اللي انت عايش به مع الناس مش لازم اللي عملائبش عملية مادية عملية ادبية الناس ازاي تحتربك في الشارع ازاي تتكلم معاك ازاي تتكلم معاهم فالمدرب كده مدرب بفكره ممكن اقول لكم معظم المدربين اللي موجودين على الصحة المصرية غير مؤهلين فالمفروض اتحاد الكرة بقى فيه عامل كده رولز كده يقول لك المدرب ده ده لعب دولة قد ايه ده خد شهادات ايه انما الشهادات اللي عندنا مع احترامي شهادات التدريب كلها كلها مضروبة انا بقول لكم كده كلها مضروبة سواء هنا او هنا وهنا كلها بالفهلاوة يا جماعة الوقت الكرة مش بالفهلاوة الكرة بقت علم الكرة بقت صناعة بتدخل الوقت انت عنك البرازيل ربع داخل البرازيل كله من كرة القدم من العيبة اللي بتسافر وتحترف برا افريقيا الوقت الفرقة زي احنا عبناء بتاعت السنغال فيها هقول لكم فيها مية وستين لعب محترف على مستوى العالم فأحسن قندية احنا عندنا مين احنا شغل محمد صلاح مع احترامي الدرزيجي واي حد تاني موجود مع احترامي اللعيب اللي عندك اللي هو السوبر ستارز على مستوى العالم هو محمد صلاح بقى مصر بحجم مصر مية وعشرين مليون مش عارفين نطلع لعيب مش عارفين نطلع مدرب كويس وبعدين احنا احنا دورنا الفترة اللي فاتت الناس قولك ايه اصل الاتحاد و الكرة بيدور مدرب اجنبي طب اتحاد و الكرة خدوا قرار قسم ونجيب اجنبي ولا نجيب مصري ومنجيبين المصري بندور ويبقى عندك واحد بقيمة الكابتن حسن شحاتة المعلم حسن شحاتة ياخد ان يجيبه حتى مدير فن في الاتحاد يا ناس اللي بتفهمه يا ناس اللي بتفهمه في الكورة اللي بتفهمه في الإدارة يبقى عندك واحد بحجم الكابتن حسن شحاتة اللي حققلك ثلاث مطلعات على مستوى القرى الافريقية اللي بش هتتكرر تاني واسيبه كده محدش يسأل عنه حتى ازاي هو الرجل بش عاوز حاجة من حد عشان تمو عارفين يعني من كلمة معاه قال لي لا أنا خلاص أنا تعبت فالراجل بش عاوز حاجة بيبقى عندي واحد بحجم الكابتن حسن شحاتة وتلشاه خالص كده ايه ده وفيه مدربين كتير كويسين قوي يمسيقوا منتخابات انما لا ناس اللي هي قاعدة عشان تمسك عارفة كويس مين أعضاء مجلس درر اللي بأسروا في القرار زيان بيقول لكم رحولوا البيت يقولوا الاتحاد يعودوا في الاتحاد يقولك فلان وفلان وفلان اه دول خلاص اللي يمسكوا واحنا من ساعة ما بطلنا كورا لحد هذه اللحظة اللي بيمسكوا هي هم جروب واحد كده ماشوا من ده من من مكان يجيبوا ده مكان ومكانه ده يروح للتاني والتالت عملية دايرة بتلف لصالح مين لصالح الكوية مصرية صعب قوي صعب قوي صعب قوي الله من غير مدرب كويس مؤهل في الفترة اللي جاية للكورة المصرية انا بقول لكم على الكورة المصرية يلا السلام لسه في ايدينا بقول لكم بقول لستة الوزير انت عندك فرصة كويسة قوي انك تآهل المدربين كويسة وتصفرهم ليطلع على مستوى عملية تعايش واحنا كلها انا واحد وروحت وتوت نهام وتعايشت هناك واشتغلت فترة لما نقيت نفسي بش همشي في التدريب خدت الاعلام سيكرة الاعلام انما عندنا ناس بتضرب وناس بتحلل وعوضوا مجلس ضرب يحلل وعوضوا مجلس ادارة في نادي اكتر من نادي تخبط ما بعد تخبط والاخر تيجي تقولوا ايه يا خسار احنا موصلناش كاس عالم نوصل كاس عالم بسبب ايه وبأمرت ايه عشان نوصل كاس عالم ناخد قومة افريقية بأمرت ايه احنا وصلنا فاينال انما انتم شفتوا كرة مصرية كان بتعاني ازاي والراجل كريش اللي هم بيفكروا اتعاوزين يجيبوا تاني طب مش يطوع لأي اساس مش بيقول لكم في مصالح شخصية بتحصل وواحد بس هو المسؤول عن مدير فني يجيبه لمصر مصر يقول لها بولادها مصر ولادة واحد بس اللي اختار مدير فني على اساس ايه وهيقولك ان ده احسن من ده وده احسن من ده ازاي هل بيستشير فلان وفلان وفلان يا جماعة ما ينفعش والله مصر اسمها كبير قوي مصر اكبر من كده بس لازم ولادها يخلصوا شوية ما فرحش بسفريات هنا وهنا 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 وسايب الدينة تدرب تقلب وانا اخلو لك انا بطور الكورة بنطور الكورة مصرية بنتو قال لكم ست شهور انتو ما خدتوش فيها بطولة واحدة ما خدتوش فيها بطولة واحدة وجيه تقول لي هتطور الكورة مصرية هتطورها امتى وانت قاعد سنتين ونص هتطورها امتى انا بشكلام ده بجيه بس في اتحاد الكورة لا ده في اللجنة الاولمبية وزا ما قلتو لكم في الاتحادات لازم تحصر ثورة رياضية ثورة رياضية وفي الاعلام الرياضي كمان الناس عمالة تفتي وبتتكلم في الكلام واللي ليه واحد صاحب مجلس دره يحامي عنه ويخبط في التاني يا جماعة ما ينفعش يا جماعة ما ينفعش مصر الجديدة طلعت خلاص لو انتو مش قادرين تعودوا بقى على جنب انا ما عرفش احنا نقصر كده لامتى انا 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 ما بتعبش من الكلام على فكرة انا هفضل كل حلقة هقول في بداية الحلقة هقول الكلام ده كله لحد من صلح حال الرياضة المصرية والكورة المصرية الاخاص لان الكورة هي مصدر استعادة للناس الناس ما بتتنفس احنا بالدور التعبان بتاعنا ده الناس ما بتصدق تتفرج عليها عشان ها تتكلم تقول لك الصغير فلان ولعب فلان والكلام ده كله ما ينفعش اتمنى اتمنى من المسؤولين ان ياخد القرار الصح في المكان الصح ويعين الناس او اذا كان الاتحاد ده موجود تجيب له لجنة هي اللي تديره من برا مش عيب وانا بقول لستادة الوزيرة السادة الوزيرة النظام لازم يتغير قانون الرياضة لازم يتغير انت كل العالم كله برا ماشي بطريقة سليمة اللي هو ما جيبش اتحاده كرة ولقى مركز شباب تساوي الصوت بتاعه بالنادي الاهل والنادي الزمالك والنادي الاسماعيل ما ينفعش المفروض المسؤول عن انتخابات دي ربطة الاندية اللي هم ال 18 نادي اللي في الدرجة الاولى زي العالم كله ده منتوا خلاص دي قالتوا بالاعتراف طولوا ربطة الاندية المحترفين هم دول المسؤول عن انتخابات هم دول اللي بيدهوروا على صالح الكرة مصرية انما تساويه لمركز بشعارف ايه بمركز شباب كزا ونادي لسه ما عندوش ملعب تقولوا ياخد صوت على اساس ايه ما هو ده اللي بننجح بيجيب الناس الفاسدة هو ده الكلام ده اللي بيجيب الناس الفاسدة لازم النظام يتغير لازم النظام يتغير ده فيه ناس اللي ما بتخش الانتخابات تقولك ايه انا هجيب من 300 صوت بأمرت ايه بأمرت بروح يشتيروا الاسوات ويقولك احنا بندعم المراكز الشباب دي والاندية كله هاكس فاكس يلا اتمنى كده ان شاء الله ان حالنا يتصلح وان نشوف الكرة مصرية في احسن صورة لها بالتخطيط الصح وكل حاجة صح فيها ونحط الشخص المناسب في المكان المناسب ونبطل مجاملات في التدريب والمدربين ويقولوكم احنا كل حاجة عندنا كويسة كل حاجة عند الملعب ما عندنا حاجة بسم الله ما شاء الله طب احنا عاوزين ايه عاوزين ايه احنا مجرد جاء الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي كورت اليد تولى اتحاد كورت اليد شفتوا كورت اليد المصرية بتعاملة ازاي شفتوا كورت اليد العالمية بقت عاملة ازاي بقت في العالم دلوقتي بتنافس كورت القدم ده كله ليه ان فيه سيستم فيه ادارة صح فيه واحد ما بيهموش هو عايز ايه وحياخد ايه من هنا ولا من هنا ولا من هنا اتمنى ان المسؤولين على الرياضة المصرية انا بقول المسؤولين عن الرياضة المصرية ان ياخدوا القرار الصح والقرار السليم في الوقت السليم انا كل حلقة بطول بقى عليكم في حتة الانتوري لنما هدي ما شاكلنا ولازم نتكلم فيها لحد ما تتحل احنا كده هناخد فاصل ونواصل حلقة الليلة من مجري ونرجع نتكلم على ضفنا اللي هشرفنا النهاردة في حلقة الملك اقلا بحضراتكم بعد الفاصل النهاردة معنا اضيف واضيفكم النهاردة واحد من ولاد النادي الاهلي بيحمل كل قيم وتقاليد النادي الاهلي رغم انه ملايبش كتير في النادي الاهلي ملايبش اكتير ولا حتى اشتغل في النادي الاهلي هو شخص زي ما يقوله شخص عصامي راجل تعب في كرة القدم دي هو لعب شوية مع النادي الاهلي وبعد كده سافر وراح لعب بره وبعد ذا رجع لعب تاني في الكرة مع الكرة المصرية ودرب شوية وبعد وعدي نفسه احنا النهاردة لما بنقول المدرب المصري هتشوفه نموذج نموذج طيب من المدرب المصري ازاي هو حسب نفسه سواء كان لاعب او مدرب وصنع اسمه بجهد وشغله وموهبته التدريبية مش غالوكم بقى ده واحد جده جيه براشوت تنزل على التدريب لا هو واحد زي ما قلت لكم من ولادي النادي الاهلي من المواليد عام 73 وأهله ما كانش عايزين نلعب كورة أنا بردكم الصدف بقى أهله ما كانش عايزين نلعب كورة لكن هو صمم نلعبها وفضل فيها كمل راح النادي الاهلي من بدايته كان موسم تقريبا 87 88 وكان عمره ساعتها 14 سنة اه انا نفكره كده وكلسنا صغير في النادي واللي اختاره وضمه لناشئين كان الكابتن يمير عبدالصمد الكابتن فروهيم عبدالصمد كان نجم من نجوم النادي الاهلي في بداية السبعينات وبعد كده كابتن بصفة يونس اكتشفه وكابتن عادل طعيمة اللي اداله الفرصة وبعد كده كان معاه كمان الكابتن محمدين والكابتن حسام البدري واشترك في قطاع قطاعات الناشئين وتقلق وليعب في كل منتخبات الناشئين وكل ده كان تحت قيادة المدربين زي مثلا كابتن سيد الطباخ رحمة الله عليه كابتن هني مصطفى ربنا يدينه الصحة والعافية وكمش فعل خير وميستر كورول اللي هو الهولندي وكل ده كان في المنتخب القلوم بمعاه وفي موسم اربعة وتمانين انضم الفريق الاول للنادي الاهلي ولعب في سنة اربعة وتسعين بش اربعة وتسعين اربعة وتسعين انا كنا لسه بدلها وسنة اربعة وتسعين التحق بالفريق الاول النادي الاهلي ولعب فيه وموسم اربعة وتسعين وخمسة وتسعين اشترك مع النادي الاهلي في كل المسابقات الدوري العام ومسابقات كأس مصر طبعا تدرب مع اشتغل يعني تدرب مع كابتن انور سلامة ثم مستر هاريس الانجليزي وبعد كده كان مع مستر هولمن الالماني وبسبب بقى زحمة اللاعبين اللي كانت في الفترة دي في النادي الاهلي ودرباكة والكلام ده كله جالوا عقد مع الانصار السعودي وسافر ولعب هناك موسم واحد ورجع من السعودية انضم النادي الاسماعيلي ولعب مع الفريق الدرويش قاعد معاه ثلاث سنين وحصل معاهم على كأس مصر وشارك معاهم في البطولة الافريقية واستمر مع الاسماعيلي تقريبا ثلاث سنين ثم بعد كده ساب الاسماعيلي وراح لعب مع الترسانة بلوكم تاريخ كبير يعني اللي نجمل معنا تاريخ كبير انضم للترسانة حتى جات له بقى الاصابة اللي عينها اللي هي بتقضى على اي لاعب واعتزل هو كان كان بيدرس حقوق سعيدة وانتعرفين كلية الحقوق دي كلية تقيلة قوي قوي وعاوزة محاضرات وعاوزة حضور وعاوزة 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 وطبعا الغريب في كده ان ما كانش بيفكر في اي حاجة غير في الكورة القدم اعتزل كورة القدم انا بقول لكم الكلام ده بسرعة ان هو انا عاوزه بقى هو اللي يحكي لانه عنده حكاوي كتير قوي اعتزل ودخل التدريب هو عمتا ما كانش بيفكر خالص لا في التدريب وفي الكورة قال لك انا بطلت كده خلاص واعتزلت ما فكرش لا في التدريب ولا فكر في اي حاجة تاني وقال لك انا كفاية كده خلاص يعني انا عملت كل اللي انا عايزه مرة واحدة اشتغل في التدريب وكان ممكن يبقى يعني اشتغل في النيابة لانه كان رجل ممكن يبقى محامي وراجل كان متفوق في دراسته لكن مرة واحدة كده جاء على باله وقال لك لا لازم يخش التدريب ازاي وليه وده اللي هنعرفه منه بالتفصيل لما لين نتكلم معه بدأ التدريب مع ناشئي طلاع الجيش قعد معهم سبع سنين تقريبا ثم بعد كده اتنقل مع الفريق الاول لطلاع الجيش تلت مواسم ثم تدرب نادي النجوم لفترة كانت بسيطة جدا اللي كانت معناها دي النجوم ثم توقف عن العمل لمدة موسمين وهنا هتوقف أنا عند الحتة دي ليه توقف لمدة موسمين لان الراجل قال لك أنا لازم تلما دخلت في التدريب وحبيت التدريب لازم عدي نفسي كويس قوي ولازم اخد فرصته كويس قوي فعشان كده هو راح بقى عدي نفسه كمدرب و فكري بقى فكري لما يكون بقى واحد يحب حاجة أفكار كتيرة جدة في قرط القدم من خلال متابعته مستمرة لأفكار مدربين اللي هم لفت لفت ونظروا وفكرهم ودخل بقى في علم التدريب وبدأ يتابع مع زي بيلسا وزي ساكل الإيطالي وبالجريني يعني الراجل بدأ خلاص بقى توقف فترة وده هنا اللي أنا بقوله عليه لازم ندرب يعدي نفسه كان كده رحمة الله عليه كابتن محمود الجهري كان كل تمرين يجيب الجديد أقول لك يقول لك أنت بجيب الحاجات دي منين يقول لي يا كابتن لازم كل واحد يعدي نفسه ومصطفى وده ده النجم بتاعنا للنهاردة كده هو اللي بدأ يعدي نفسه وكان بيحب لعبة الرجب قوي وكان الرجب دي لعبة تقيلة قوي قوي وفيها كلها صراعات وكلها تاكتيكات وكل الجوانب بتاعتها والتحولات والشراصة يعني مش قادر يقول لكو يعني دي لعبة عريفة جدا إزاي هو استفاد من الرجب والجراءة دي اللي جات له والتاقة فيها بكل الواجبات بتاعتها رجع للتدريب مرة تانية خلاء من خلال تدريب النادي كان نادي في النادي طنطة ومعادش مع طنطة غير مباراة واحدة طب تقول لي مباراة واحدة ليه هنعرف منه ثم بعد كده بقى دخل في تدريب نادي سموحة لمدة موسمين أو موسمين ونص أو ثلاث مواسم حاجة زي كده يعني وحقق معهم إنجازات كبيرة جدا وأخيرا انتقل إلى تدريب نادي سيراميكا كيلو بطرة في الموسم الحالي وهو زي ما أقولكم مدرب بيحاول يطور من نفسه رجعي ممكن اشتغل محامي أو قاضي أو أي حاجة تانية إنما قالك لا أنا حبيت التدريب فعشان كده اشتغل فترة نفسه وده اللي احنا بنقوله المدرب بيشعب أن يقاهل نفسه أعظن أنت قرفته معنا ومعاكم الكابتن أحمد سامي واحد من ولاد النادي الأهلي اللي هم الناجحين فعلا يعني ومدير فن الحالي فريق سيراميكا كيلو بطرة فتعالوا مع بعض نستقبل نجمنا الكابتن أحمد سامي ونشوف قصته إيه مع الكورة بدأها فين وهل أهله كانوا بيساعدوا عشان يلعب كورة وهو حاجات كثيرة جدا اللي أسمع منه الأول مرة وإزاي دلوقتي هو وضع نفسه من ضمن المدربين أو المدير الفنيين المحترفين اللي موجودين في مصر راجل بيعدي نفسه إعداد في كل شيء هو فين من الانتخابات فين من المنتخابات مالوش وسائط وده اللي أنا النوع هنتكلم فيه معاه عشان كده بقول للمدربين مصر أهلوا نفسكم أهلوا نفسكم واسوبوا البقاء ربنا أنا بقول لكم هتتصلح وهتتصلح كويس قوي تعالوا مع بعض نستقبل نجمنا ونجموكم كابتن أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا كيلو بطرة نستقبله ترجمة نانسي قنقر 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 الحمد لله كل الأمور كلها تمام كله تمام كله تمام كله تمام حمد لله موصولا أنه وحضرتك ده أنا موصولا أنت موجود معنا أنت شخصية فعلا زي ما يقولوا وأنا قلتها في اللي بتاع ده عصامي عصامي معناها أن الراجل بدأت من الزيرو وتوقفت فترة من الفترات عشان تآهل نفسك وده اللي بيش موجود مع أي مدرب بيحصل هنا في مصر كله بالوسائط وكله بالفهلوة وده هنتكلم فيها طبعا أنت عاجبك حالي الكرة مصرية الفترة دي؟ لا والفترة دي صعبة جدا الفترة دي أسوأ فترة ما احنا شفناها يعني أنا ما عصرتش الفترة اللي فيها ضرب كبير جدا على جميع المستويات متخبط كتير جدا بس إن شاء الله نعديها بإذن الله أنت متفائل؟ آه إن شاء الله نعديها طب إزاي نطلع من الفجوة اللي احنا فيها دي؟ يعني التنظيم التنظيم مهم جدا والرؤية أهم حاجة تنظيم ورؤية وقرار ناس تبقى قرار ما يبقاش فيه خوف طالما أنت صاحب القرار قول أعمل القرار وما تخافش ما تقلقش من حاجة لأن دايما دايما بتبقى القرار بيبدأ دايما بمساندة الناس ما يلاقي الناس دايما الناس بتحب القرار وناس لدرجة كبيرة جدا عندها وعد باتذر السعادة للناس آه بالضبط فأنت لما يكون أنت صاحب القرار وعارفين أنت شخصية قوية فكل الناس هتلف وهيبقى فيه مساندة كبيرة بشكل كبير طب أبسوط من دور العام السنة دي؟ لا يعني هو الدورة يعني الرابطة ساعدت شوية أن يبقى فيه أحسن لكن هو إحنا طبعا الدور المصري دور قديم جدا وإحنا نستهل أحسن من كده إحنا واضحنا بالتدريج وربنا يكرم في اللي جاي يعني إن شاء الله طيب إحنا هنقعد كده ونشرب حاجة وهتشوف تقرير إحنا أملك حاجة بسيطة كده إحنا عايزين نديلك حقك لأن إنت مدرب على مستوى عالي جدا مدير فني وإنت زي ما قلت في الأول إنت إيه خدتها من بداية أول سلمة وأهلتي نفسك كواس قوي في الوقت اللي ما فيش حد بيفكر التفكير ده خالص طيب إنت فين منتخبات لا يعني يعني كل حاجة بالتدريج يعني الموضوع المنتخب أنا حد أحد نكلمك آه يعني تحفيدنا أعضاء مجلسة الدارة كلموني يعني في الاتحاد في يعني أنا شايف أنا بفضل أندية دلوقتي يعني لسه موضوع المنتخبات مش دلوقتي يعني التدريب للنادي غير المنتخب آه طبعا طيب هنقعد نشأة بحاجة ونفرجع التقرير ونرجع بقى نتكلم في بداية كنت كنت فين ومنين والكلام لكل أهلا بحضراتكم أهلا بحضراتكم بعد الفاصل زي ما قلت لكم هو مدرب وصامي عصامي يعني الراجل بدأ من الزيره بدأ من أول سلمة ما عندوش وسائط راجل أهل نفسه عشان يوصل لهو وصله لعف الأهل فترات بسيطة ولف على معظم أندية مصر والراجل اختار توقف فترة من الفترات علشان قالك لا أنا بجدال المستوى اللي أنا بفكر فيه كممكن اشتغل محامي كممكن اشتغل قاضي لأن دي كانت دي المهنة بتاعته إنما فكر قالك أنا بحب التدريب اشتغل فترة بسيطة وتوقف قالك لا ده النازم معدي نفسي مين المدربين اللي أنا عادت أفكر فيهم عشان أشوفهم أن أنا عاوز دول القدوة بتاعته إن أنا عاوز أبقى جزء منهم مش زيهم طبعا مع تقدم السن وكاملة ممكن يبقى أحسن منهم لكن خد نموذج لي اللي هو ساكي الإيطالي وبالجريني اللي هو برضو الإيطالي وهو خلاص دخل فيه حد ما دخل بقى موجود ضمن المدربين المصريين اللي هما يتعدوا على الأصابع اللي هو بيلعب بنفس الأندية كبيرة أهل وزمالك على مش هلوكوا بطولات لا بيعرف يقرى الجيم كويس قوي ودي مش موجودة في مدربين كتير أبو حميد أخبارك إيه إزاكا بتنزح حضرتك الله خليك كله تمام معك جدا ده أنا أنا مبسوط أنت موجود معي لأن أنا يعني أنا متابعك وكننا عايزين نعمل الحلقة دي من فترة بس كان لسه شوية كده قلت من تنقل من سموح السيراميكا كانت قلت لا خلي بقى يستقر وبعد كده نحن نتكلم معا أنت لعبت في النادي الأهلي طبعا أنا هروح بعيد شوية عن النادي الأهلي أنت بدأت كورة فيه لا أنا في النادي الأهلي وكان قبل النادي الأهلي لعبت كورة في الشارع مع في المدرسة أو في الشارع وكذلك كان لك فرقة لا كنا بين الساعات بقى يعني الشارع بتلقى بعض الكلام وبعد كده في المدرسة أنا مدرست كانت يعني في المهانسين نعم فأنا يعني أصلا يعني يعني في المانيال فكنا بنروح نلعب وكان نادي السجن بينا برضو ساعات بلوح كورة شرب كتير لا كورة شرب كتير لا كورة شرب صعب يعني مش أي حد يلعب مع يعني كنا بتفرج عليهم لكن لها تكنيك معين احنا ما كناش بنعرف نعمل يعني كنش تاخدوا الكورة كده تضربة في الرصيف وتاخدوا دي سهلة لكن في ساعات بقى بيعملوا حاجات تانية صعبة تتقلب عليهم على طوال طبعا كان سنك كم سنة كان بدأت كورة يعني عشر سنين عشر سنين كده بتديت يعني أنزل والعب في الشارع وانت بلاقي صعوبة وانت نازل من البيت عشان تلعب كورة في الشارع طبعا بنعمل خطط عشان نحاول قولينا على خطة كده من خطة كده انت كدت تعمل عشان نازل اشتري حاجة نازل اشتري حاجة بتطول طبعا تعدنا اربعة ايان لكن هو يعني كان في واحد جرنة كان عيده في نادي الاهلي كان بيشوفني على طول فكان قبل النادي الاهلي أنا بس بتكلم الفترة أولانية انت كنت متفوق في دراستك اه كنت كويس الحمد لله وكان عندنا طبعا يعني والدي كان مهتم في دراستك جدا وكان حاجة اساسية بالنسبة له وكانش ما فيه انك تلعب كرة لا خالص يعني هو اتفاجئ او ما كانش يعرف اتفاجئ ان انا يعني كانت الحاجة بقى ربنا ادي طلط الامر كانت يعني ساندك اه لان كنت حاجة بحبها يعني لكن هو كان التعليم كان امرا واحد وهو بصراحة يعني ربنا دينه طلط العمر يعني ما بخالش علي في التعليم بحاجة خلص يعني من دي وان في مدارس احسن مدارس بخشها لغاية من كيجي وان لغاية لما تخرج من سانوية عامة مدارس اجنبيات تعليم كويس عاوز اكتبه احسن منه بالزبط يعني ما فيش اب عاوز ابنه احسن منه بالزبط وما كانش فيد علع انه ابن لحيد مكانش فيد علع خالص كان فيه برضو فيه صرامة في التزام ده ده اثر معايا طبعا في التربية طب وانت بتلعب كرة في الشارع او في مركز شباب او في مدرسة او في كان معاك لعيب الكرة كويسة اه جدا هل منهم ناس وصلت لعبة ملعبتش انت بس هو احمد سامي واحد بس انا كده جات نصيب هو توفير ربنا طبعا مكتوبة يعني لكن هي فيه ناس كتير جدا كنت بشوفها كويسة جدا مبتخدش فرصتها خلي لكن وما بتروحش لان الكرة يعني عشان تلعبها عايزة مجهود عايزة تمرين عايزة انتظام عايزة انتظام عايزة إصرار عايزة تستحمل لان بتمر بحاجات كتير جدا في الكرة ممكن تخليك تبعد عنها انت مرض بالمراحل دي كلها طبعا طيب مين دي اللي شافك بقى وانت بتلعب في المدرسة وفي الشارع او في المركز الشباب او في أي حاجة وقالك انا هواديكي النادي الاهلي كان شعرك ايه ساعتها وانت بتفكر في النادي ويجدت يعني كنت بقى لعب كتير في الشائفة يعني جرنا الله ارحمه يعني كان عوضوا في النادي الاهلي وقديم يعني فقال لي ابن صاحبي يعني اتغدى في النادي الاهلي ويشوفوك ايه مشكلة يعني كان في فترة اختبارات اه داخل في الصيف اه فرحت ما كانش حادي يعرف من البيت اتغدى في النادي الاهلي فانزلت عادي وكان الكابتل بريمح بصمت ايه انا ديله طلط العمر اه شفنا اول اختبار اه كنت اوأخد لبسك معاك بقى اه انت قاعد شورته وفانيلا واجازمة وخلاص وبعدين كنت اوأخدوا في شنطة لو كنت لابس ورايح بقى لا 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 وفي شنطة في شنطة اه فالمهم نزلنا والاختبار ما عادش كتير وراح مختار واداني معاك تاني اه هي المشكلة بقى في المعادة التانية ازاي تروحوا اه بالنسبة للبيت لما روحت بقى في البيت عندك قلت لهم ايه ولا ما جيبش السيرة لا جيب السيرة خالص خالص اه وبعدين جي الاختبار التاني اه اه رحت لوحدي ودخلت ونجحت بارتهم كان في بقى فيه تصفية في الاخر ايو تصفية الاخر دي بقى اه كابتن ابراهيم طبعا دور علي وجابني دور عليك ازاي اه يعني يعني يعرف عنوانك اه شاف حد يعرفني مش فيه متذكر بالظبط مصلي او اللي وصلك للنادي الاهلي من عضو القديم دوت اه ممكن اللي جاء له اه فيعني رحت الاخر الاختبار ده وابتديت حتى الاخر الاختبار كان الكابتن مصطفى يونس كان هو الماسك تحت 14 سنة في السن فجابه ويتفرج علي كان سنة كامة حاجة وتمانين يا كابتن اه يعني سبعة وتمانين ستة وتمانين نعم يعني في حدود دي يعني فجابه ويتفرج علي واخدني معاه في الفرقة بس طبعا انت عمرك ما لقبت ملعب كبير فديكت مشكلة برضو بتلعب خماسي بقى في المدرسة اه بالزبط فأول ماتش هو كابتن كنت بلعب انا كنت اشول فكنت بلعب بقى نحية شمال وينج شمال وينج ليفت وينج ليفت اه فطبعا على طول فوقفوا الوف سايد ما تعرفش بقى الاساسيات لا يعني صعب بقى التكنيك صعب وصغير جدا فالكابتن بقى هو اللي وظفني كابتن مصطفى ووظفني باكليفت ودي بقى هذا غاية من وينج ليفت الباكليفت باكليفت شفت هنا بقى المدرب لما بقى العين بتاعته ولعيب كورة بيفهم ازاي يوظف اللعيب بالزبط كنت سريع جدا وكانت يعني كورتي مش بطالة كويس يعني في حتة دي كنت مميز جدا على مر الغاية كنت دفاعيا وعندك قوي وعندك السرعات طبعا يعني الحمد لله كانت دفاعيا كنت كويس وكان عند السرعات والكروس كويس وابتادي تمشي بقى منتخبات وكلام ده طبعا بس قبل كده وكابتن مصطفى قعد السنة واحدة خدنا البطولة السنة دية كانت أول سنة لية واخدنا البطولة عندك الأسرة دلوقتي بخيرش عرف خالص أنت بتلعب في الناد الأهلي لأ أول بقى ما روحت خدت بقى ترينج بتعنادي الأهلي اللي بس بتعنادي الأهلي الشانطة الشانطة دي طبعا خلاص عملوا معك ما فيش حاجة كان طبعا في حتة بقى بني لو فلحت وانت بتلعب يعني برضو والدي بحب الكورة أحب الكورة جدا نعم مخيف على مستقبلك بالضبط كانت ساعتها بقى ما كانش فيه يعني حتة كل الأهلي عايز أولادة يلعبوا كورة كلهم عزوهم محمد صلاح بالوضبط بس فابتديت أهم حاجة ما أثرتش على الدراسة كنتماشي بشكل كويس جدا تفوق في الدراسة كنتماشي كويس و لما لقى ماشي في الدراسة والكورة كويس قالك لا خليه بشكل كويس بشكل كبير طبعا كابتن مصطفى كان أخر ماتش كان لينة برضو كان ايدي كسرت يعني هنا في ماتش في الدورة فقال اللي هتالله هلعب لو أنا 14 سنة فلا يعني الاسرار دوت عند الله لازم يبقى عنده اسرار سواء في التدريب أو بيلعب في حياتك الشخصية طبعا ما فيش حاجة بتيجي بالسهل لازم يبقى فيه طبعا توفيق رقم واحد بتاع ربنا لازم تاخد بالأسباب في كل حاجة بعد ما اختاروك في نادي الأهلي و لعبت في الناشئين و بتاعه حققت بطولا كنت بتمشي بقى في الشارع عندك نادي الأهلي عشان طبعا انت طبعا مفرحان الناس كنت بتقابلك ازاي كنت بتعمل معاك ازاي لا في ناس طبعا يعني خلي بالك نادي الأهلي نادي الزمالك الحاجات الترنجات دي و الحاجات دي لما كنت بتستلمها زمان تبقى ماشي ولا كنت بلابس بدلت زوج كنت بلابس فرح كان حاجة يعني بيسة الناس كلها بتحب الكورة طبعا قول لي أول ما بدأت في الناشئين كان الكابتن هون عبدالصمد بن ديلو الصحة كان الكابتن مصرف يونس بعدي وبعد كده كابتن عدل تايمة كابتن عدل تايمة كابتن عدل تايمة بدون نعطي كلامك ليه علامة من العلامات كثيرة قوي على لعبين كثيرة قوي ده كابتن عدل تايمة كان حاجة مؤثر فينا من نواحي الفنية بشكل كبير جدا والشخصية وحبنا للمكان لنادي الأهلي والإصرار كم يعمل معكم ايه؟ لا التزام وانضباط غير طبيعي نواحي تكتكية يعني احنا كان كان أغلبية الفرق بتلعب خمسة ورق اه احنا كنا بنعب بأربعة من زمان قوي نعم وكان واجبات المراكز دي وحفظنا نواحي تخصصية نواحي ترابط الخطوط حاجات دي كابتن عدل وعد معنا فترة وحدك تتخيل كم سنة تقريبا حوالي ثلاث سنين او اربعة سنين يعني وكانت الفرقة اللي قدامنا كان برضو بالمواجهة كانت فرقة قوية برضو كانت حازم إمام ومتحر ومين اللي مزيقهم الكابتن حلمي طولان فانت شايف كابتن عدل طايمة وكابتن حلمي ناس لها اسم وليها وزن كبير كانوا بشتغلوا في الناشئين طبعا فالحاجات دي خلي بالك قصرت فيها فانت لازل تجيب الحاجة من تحت ما نفعش تيجي من فوق اكيد مش هتعلم حاجة تعلمت ايه من الكابتن عدل طايمة الالتزام والانضباط حب المكان اللي بتشتغل فيه ايا كان حبنا كمان لنادي الاهلي كان كنا بنتعادل من اطلع نعيط من صغرنا ما دي احنا متعودين ان هم معناش مركز تاني بالزبط دي الكلام ده كان موجود رضا فيها مكسب وخصارة انما انت لما بتعود زي انت بتقول ايه اصرار وعزيمة من عندك وعندك رغبة لحاجة معينة بالزبط فاحنا كنا فاحنا كنا حتة الانضباط والانتزام وحب المكان والمنافسة دايما على البطولة دي كانت من عندك كابتن عادل من صغرنا كان عندنا خمستاشر سنة كمين جيلك وانت خمستاشر سنة؟ شامح انا فيه مصطفى كمال هاني العقبي تامر باجاتو يعني لعيبة كتير وسامر عبر احمد يعني لعيبة كتير كانت موجودة وزكريا حسين يعني الفرقة دي كلها ما تأيتش مننا واشرف ممدوح ما تأيتش مننا مثلا يعني تامر باجاتو واشرف وهاني وانا مصطفى كمال خمسة طيب وانت في الناشئين بدأت تتدرج طلعت مع عكبتن عادل طيامة ثلاث سنين وصلت معهم من مرحلة سنية كام سنة؟ يعني حوالي يعني سبعة عشر سنة مسلا سبعة عشر سنة وانت بتشوف النجوم الكبيرة بتاع داد الاهلي فين؟ انا كنا بنتمرن احنا كنا بنتمرن انت حداك طبعا عهرف قدرة كنا بنتمرن في الملعب اللي هو الطراب الهوكي اللي ورده كانش فين جيلة كنا بتلعب عليه كنا بنتفرج بقى من ورا الصور كده بقى على الكابت الخطيب وحضرتك والكابت الكبار واحنا صغرنا كنا بنشوف الجمهور مالي الستاد في التدريب مالي الستاد في التدريب ومشاط الكمال المهمة تصبرت بتاع مجلس الإدارة كله وراكو الجو ده كان كلنا عندنا بتلمع يعني حلو هو التعبير ده عندنا بتلمع نفسنا نبقى نخش الملعب يعني نخشنا يبقى لينا دور مستقبلا في الملعب ده لأن حلمت في وقت من الأوقات ان انا عاوزة بقى زي فلان وعلان 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 يعني كان فيه كابت فاتح مبروك كان بلعب باكليفت وكان فيه بقى كراية أحمد عبد الباقي ده بقى في اله اه اه كان مسك الفرق اللي تحتية وكنت بشوفه اه كان حتى هو بيعملهم تخصصه وابلعب بدماجه كواس قوي ده بقى في الجو مالزبط كده مين بقى الجيل اللعيب اللي انت تأثرت به من الدرجة الأولى قلت نفسي بقى زيه او بقى زيه هلعب برد في المكان ده كابتر ربيع سين طبعا ربيع اه كابتر ربيع كان نعم حصلش ده ربيع بسم الله ما شاء الله يعني اه كان مهاجم المعاصر المدرن في كل شيء اه بالظبط كان كابتر ربيع حاجة مميزة كده كنا كنا بنا نتفرج عليهم ونتشوف تفرج على كورة كنتوا لعيبة جامدة جدا يعني احنا كنا بنتفرج كنا نتفرج جامدة كابتر خطيب كابتر مصطفى كابتر حتى كابتر اكرامي كان جون موهوب وشكله حلو حتى هو بيصد الكورة يعني فيه ناس كتير بتصد الكورة وشكلها عادي لا ده شكل الجمالي بتاعها شكل الجمالي حاجة ستايل وتكنيك ما حصلش كابتر ابو زيت اه يعني كابتر مختار لا فيه ناس كتير جدا كابتر عادي ميهوب يا السلام اه كان فيه حاجات كده تفرج عليهم وانت قاعد مبسوط ازهقش طيب مين المدربين اللي بعد الكابتر عادل طاعمة انت مرضت معه ولا انت طلعت من الكابتر عادل طاعمة تطلعت درجة اولى لا انا انا يعني احنا كنا كان فيه منتخب تحت 16 سنة مع كابتر صاد الطبخ وبعد كده احنا كابتر رمضان السيد مسك فترة مع كابتر حسام البدري ايوه يعني كابتر حسام مدرب عام مررنا الفترة صغيرة وبعد كده كابتر محمدين كان مهو كابتر شطة ما زبتش حد في الناد اللي اهلم وبعد كده اه لا اتمررنا اخدنا فترة كبيرة جدا وبعد كده لكن المفروض تطلع تسلم على الجمهور واحد واحد وبعد كده كابتر بريم عب صامة تاني بقى في اخر سنة اه اه لكن الفترة دي احنا طبعا انا لعبت صغير في الدرجة الاولى لعبت حوالي طاعمة قبل الدرجة الاولى انا بتكلم بقى في المرحلة السنية انت كنت لعب فيها منتخبات ناشئين احكينا على القصة على الفترة دي اللي تلابت ايه احسن فترة كانت فترة كبيرة وما كناش بنخرج من المعسكر كابتر هاني مصطفى رب نعيش فيها وكابتر هاني مصطفى طبعا مدرب هايل طبعا وطلع اجيال كتير كان قبلنا كمان كان منتخب عمل طفرة كبيرة جدا وجي مسكنا وعملنا شكل كويس اوي كنا نلاعب مشات ودية وكان معسكر اعداد غير طبيعي مين كان جيلك في المنتخب؟ يعني احنا كنا الجيل بتاعنادي الاهل اللي انا حداك قلت لعليه وكان معتمة جمال ومتحة عبهادي وحازم وصابري محمد صابري مين من الانديه التاني مفيش مش فاكرا حد من الانديه التاني لا مش ما كانش معلمين اوي زي كانت الاهل والزمال كان انا كنا الفرقتين دول كانوا اقوية اشتركت في بطولات عالمية وانت عملنا شيء شافرنا الهند في دوراته سافرنا مع كابتنا مصطفى سافرنا لفنا كتير اوي وروحنا انجلترا كان فيه دورة ورومانيا وبلغاريا عملنا دورات عمل اعداد بشكل كبير جدا وروحنا ساعتها بطولة الامم الافريقية اللي بتوصل كاسا العالم وبعد البطولة دي كانوا بياخدوا اول وثاني بس بعد البطولة دي خدوا ثالث ورابع بعديها اربع فرق اربع فرق عشان ما صلناهش يعني انا كنا نستهل نوصل وصلنا النهائيات ولعبنا اللي يوصل النهائي مع غانا وكان غانا بقى فرق سهلا كنا بياخدوا كاس عالم اه بالضبط وصلنا معهم اكسرا تايم وهم في اخر اكسرا تايم جابوا جون كنا متعدين واحد واحد وجابوا جون ووصلنا ولعبنا ثالث ورابع وخدنا الثالث فبعد البطولة دي الاتحاد الافريقي قالك زود فريتين زود فريتين من المدرب اللي ترك بصمة في ذهنك كده وقلت ان ده اللي وصلني المرحلة الحلاص ان انا بقى هل عبد درجة اولى كابتن عادل تهاما وكابتن هاني مصطفى هل كانوا بياهلوكوا بقى اشتلعبوا درجة اولى اه طبعا احنا كنا لا تتخيل كابتن هادل بتايمك كان يعني انت كل النواحي التكتكية والتحركات الجماعية ودي بتفرج لما بتطلع فوق طبعا بتفرج جدا ان اللعيب يبقى فاهم واجبات مركزه والتحركات الجماعية دي ممكن يبقى ايه وايه طب انا هزبق بس شوية كده لكن هارجي على ورا سينا هل انت شايف ان الفترة دي فيه مدربين بيعملوا زمن الناس دي كانت بتعمل لا الناس دي كان فيه اقول لحظة انا عرفت بعد كده بقى لما كبرت بقى وكابتن عادل على تواصل معه وكابتن حلمي لسه بتسألهم على حاجات كده اه بكلمهم بقى على مش حاجات تدريب حاجات هم كانوا وصلوا المرحلة دي بالمعلومات دي وهم في قطاع ناشئين كان وزارة الشباب كان بتطلع دورات في ألمانيا وكابتن حلمي كان ببرازيل وكابتن برضه عادل طايمة واخد اعلى دراسات برضه نعم لا الناس اهلت نفسها من بدر فجاءت طلعت اجيال بشكل كبير جدا فالكلام ده كان فيه دعم كبير للمدارب المصري كلام ده مش ده موجود دلوقتي خالص نعم كل واحد بتدريعه كل واحد بتدريعه وعلى حسب بقى انت تقدر عندك الموهبة وتقدر تلم معلومات بشكل كبير جدا ويبقى عندك مذهب تروح ليه وتقتنع به وتعرف اليات تطبيقه مشكلة ان الطرق كتير اليات تطبيقها ازاي وهل الاليات دي تقدر تنطبق على الطريقة دي مع اللعيب المصري ولا لا وهل يبقى عندك انت مرونة ان انت تطبق القصة دي او المقدر انك تفهم ولا عندك جمود المرونة حاجة لازم تبقى نقم واحد في التدريب طبعا لكن الجمود حاجة وحشة جدا طبعا جمود في اختيارات جمود في طريقة يبقى لا عنديش ادوات تنفذ للطريقة الي انا مقتنع بيها واصم ما ينفذ بيها طريقة دي مع انها ما عنديش كواليتي ما ده جمود في التدريب وده جا حاجة وحشة وحنا بنشوفها في الفترات الحالية لكن طبعا ده انا نفسي يبقى فيه حتة الاستثمار في المدرب المصري لان الاستثمار في المدرب المصري ده يقود عليك بشكل كبير جدا في حاجات انت مش حساسها هل الدولة لازم تساعد في الجزئية ديت ولا المدرب نفس هو اللي لازم يسعى ويطلع المدرب اللي هو الدور الممتاز هو اللي يطلع هو اللي يطلع انه هو بيبقى يخلص لدخل يقدر يطلع يعمل معايشات برا يقدر يصرف على نفسه لازم يطلع كون السنة مدرب الناشئين او المدرب اللي بيبطل يمسك على طول دي حاجة دي مميتة دي مميتة دي بتخلص على الكرة المصرية بالضبط ده الطبيعي ان اعلى مرتب يبقى في المرحلة ناشئين براعم واعلى مرتب لمدرس الابتدائي لا تاني تاني دي اعلى مرتب المفروض لبراعم والناشئين اللي تحت ده يبقى اعلى مرتب للمدرب للمدرب يبقى هو مؤهل ما انا عارف بس انت ليه بطول اللي يبقى اعلى لان هو اللي بحط الاساس الاساس ده دايما يا كابتن مصطفى دايما الاساس ده مدفون محدش شايفه نعم فلازم الاساس يبقى متين عشان تطلع وتتدرج وتتطور للقاعدة اللي هتتدر عليها ومدرس الابتدائي هو دول مفروض اعلى مرتباته هو ده اللي بيبني البنادم وبيبني افكاره انت شابني ده مش موجود لا مش موجود ومش موجود خالص مش موجود ولا مقربين منه نعم يعني ولا بنسعة اللي احنا نطبقه يعني لا تتخيل ان المدرب بيبطل بعد ما كان مثلا كان لعيب كبير قوي بياخد عشرة مليون جنيه واثناشر مليون جنيه بيجي يروح يشتغل بألفين جنيه طب بدل ما حتت بقى السويتش دي السويتش دي لازم لو الدولة مش هتقف جنب المدرب المصري او الوزارة او الاتحاد الكورة مش هتقف لازم انت بقى تعيد تأهيل نفسك وتطرع تتعلم اكاديميا وتتعلم معايشات مش هتقف اعمل معايشة بس خلي بالك المعايشة لازم يبعد على التدريب فترة ويرجع مش الموضوع انقل على طول وخلي بالك حضرتك برضو حتة المعايشة قبل الدراسة مش كويسة لانك انت بتعمل ايه؟ بتبقى حافظ مش فاهم بتنقل تدريبات معينة من المعايشات اللي بتعملها بتطبقها ومش عارف الغرض منها ايه حتى التدريب اللي انت بتديلي للعابين مش عارف ده حيفيد ايه ولا هيعمل ايه؟ فانت لازم تتعلم كويس لانك انت بتتعلم من غير مادة يعني ايه؟ المدرب بيتعلم القواعد التدريب الأحمال بيشوف رؤية في التكتك كل والتغزية يعني انت شابت لابش متوفر خالص في الكرة وبعدين بيعمل ايه بقى؟ وبعدين لازم بعد كده يعيد تأهيل نفسه وشوف افكاره ما دي انا اتكلم على الجزء دي في المدربين انت شافني ده متواجد دلوقتي متوفر في المدربين مصريين؟ مش موجودة خالص لا تحت بالذات مشكلة مشكلة استحت ده الاساس اه ده اساس كل شيء اه بالضبط زي ما احنا طلعنا حد بيعمل اذا انت بتحكي لوقت على كابتن عدل طعيمة وكابتن هني مصطفى اه يعني واحد قتليه علمك من بدايتك ازاي تتباسه وتستلمه وازاي تتحرك وازاي وازاي واحد بعد كده دخل في الخطط كل دي كلها لازم الكرة بقى تعلمي دلوقتي بالضبط يعني انت لازم انت كمدرب لازم تحاول تبقى عندك كرامة في الشغل يعني ايه كرامة في الشغل ما فيش حد تفوتني ما فيش حد يعلم ما فيش حد يقولي على حاجة نقصاني تحول بشكل كبير جدا تلم المعلومات الاساسية تذاكر يعني والنواحي الابداعية والموهبة بقى دي بتاعت ربنا بتاعت ربنا طيب انت عدت ديفي الناشئيين لحد ما لعبت درجة اقولها لغاية اثنين لغاية واحد لا اول ماتش أنا عبت بدري لغاية 18 سنة لا انت عدت كم سنة في الناشئيين من 14 سنة لغاية 21 سنة 21 سنة اول واحد قالك هتتضرب مع الفاني الاول كمين فايسا فايسا اه يوميا انت حسيت بايه؟ بالصدفة هو كان معدي وبيتفرج فعلا كنا بنلقى كان فيه تقسيمة كبيرة فانا عملت تحرك كده بشكل معين فطلعنا تمررنا احنا ما نلقبناش بس انا تمررنا شوف بقى كان كابتن طهر موجود كابتن علامة وجوب تمررنا معهم ايمن شوقي اه ناس بس فانزلنا ده اول واحد تاني واحد كنا بنعب بطولة امم افريقيا في موريشوس مع كابتن المصطفى وكابتن عنور سلامة كان ماسيك الفرقه وكابتن صلاح حسن مدير كورا ده انا بعد ببطلتي ده اه تفرجوا على 87 اه تفرجوا على الماتشات وعجبتهم فانا رجعت من الدورة دي لعبت اول ماتش في الدورة وعندي 18 سنة مين اول واحد بلغك قالك انت كابتن رمضان السيد لانه كان مدارب العام كابتن رمضان اه وانت مروح البيت كده تهينا في المهندسين اه ورايب من النادي الاهلي اه واتضربت على ملعب التيتش ودي اللي ما تضربش على ملعب التيتش يبقى ملعبش كورا اه خالص وانت مروح كده سواء ماشي على الكوبري او واخد أوتوبيس او واخد تاكسي كنت بتفكر في ايه لا احنا مش مصدق اوه يعني كنتش مصدق ساعتها بالسرعة دي يعني كنت او مردت بيها ان شاء الله بإذن الله يمكن ان نوصل لواحد وعشرين سنة ويصفونا ويشوفو من اللي هيطلع اوه بس انت كن عندك العزيم يحاو السلع الفريل اول اه اه مميزين من واوة 14 سنة عارفين ان دا طالع في حتة معينة يبقى كويس مظبوط مظبوط فروحت عادت مع كابتن انور قال لها موجود مرانت معهم فترة وكابتن عالق اب صادق كان موجود وكابتن حمد اصير فكرت في ايه فكرت في ايه اول ما قالك الكابتن انا قد بصولها مش مصدق يعني انا مش وانا كنا جاهزين بقى جدا كنا عادين فتح اعداد بسنة مين الاول ما دخلت الغرفة الفريق الاول غرفة ايه كابتن فيش غرفة غرفة بتاعت الناشئين في الناشئين اللي تحت اله هي جنب غرفة الدرجة الاول بس اللي تحت دي بس اللي تحت دي عند الله يرحمه حنبولة 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 دايما طلع اجيال اه طبعا صبع رجل الجبير قد كده يعملها في الحديد جو الله يرحمه اه والله بعد ما دخلت الفريق الاول مين اول لعيب قابلك في الفرقة وانت استراحت له يعني كان الكابتن عالق صادق محترم جدا كابتن شوبر موجود كابتن حمدها صدقي اه كان هناك ناس كبين كانوا مندربين ها كانوا بلعبوا معا نعم كانوا بلعبوا في الفرقة كانوا بصراحة يعني مستقبلوك و براحة وواحدة واحدة نحن انت مش غريب وسطور مفيش راحباء بيدخلوك بسرعة مع الفرقة ولعبت اول ماتش وقد عادتك اسبوع وراح تلقب ماتش المصري في الدور كان اول ماتش لك أول ما لبست تشيرت النادي الأهلي في الفريق الأول هل حسيتني فيه فرق زي ما أنت بتلبسه في الناشين ولا هو ده التشيرت ده لا لا أنا حسيتني نفسي مشهور أول بقى مشهور أه خلاص أول ماتش مشهور التلفزيون نائل والدنيا كلها بتتكلم وكسبنا الماتش ده كبيرا ما كنتش طلعت في المباريات أبلي كده التلفزيون لا في المنتخب بتاع الشباب بتاع كابتن هاني مشهور يعني الناس كان عندها فكرة عن أحمد سامي لكن بعد بقى ماتش الأولين من مصر لا أولا أنا متشهرتش ولا حاجة بس أنا بقولي لا ده زي بقى انت بتتكلم في إيه انت البتت فين الحمراء اه بالضبط عدى فترة وكان عندي امتحانات بصوا بقى كابتن اعني كان آخر الدوري وكان الساعة محبت أساسي انت بالفرق؟ اه كنت بلعب أساسي اه يعني على فترات بس بلعب أساسي يعني من الوجود ودخلت على امتحانات وبقى الامتحانات فالكابتن رمضان قال لي انت يبني في حاجة أزاي فاستأذلت بكابتن أنور ان انا اروح الامتحانات فادي بقى كان الكابتن أنور بقى خلاص السنة خلصت وكان فيه عدة ماتشات في الدوري والكاس والسنة خلصت وبعد كده بقى جابه مدرب أجنبي جديد اللي هو هاريس هاريس اه فطبعا كله اللي بييجي بيجي 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 بنزل أول قرار بياخده أول قرار ياخده المدرب أول ما يجي الجديد يروح منزل الناس اللي طلعت ويخليه مع الفرقة الكبيرة بس ويبتدي واحدة واحدة يطلع هو برؤيته وما بيحبوش العدد الكبير في الملعب احنا ساعة كنا بنتضرب 40 واحد في الملعب أو 35 وما فيش تركيز بقى خلاص بس المدرب الشاطر اللي ممكن يضرب الرقم ده لو هو مضطر لو هو مضطر نمأ هو هي لحزة واحد دين يعني انت عاوز تركز على اللعبة بتاعتك الفرقة وعاوز ترضي كل الأطراف دلوقت القيمة 30 لعيد وخمسة يطلعوا قدي 35 يعني انت جباري دلوقت انت بتمرق 35 لعيد دي حقيقة انت لازم تدوس على كل اللعبة دي ما يبقاش فيه الناس أساسيا توخدها عشان تلقيهم في أي وقت مفيش الكلام ده كله ياخد نفس الجرعات بعد الماتش بتاع المصر اللي انتوا كسبتوه على ملعب كلها حربية بعد الماتش مين اللي قابلك ويكلمك كابتن رمضان وكابتن أنور وكابتن صلاح قالوا لك ايه؟ هايل كنا عملنا موتش كويس جدا وكسبنا الحمد لله كان الاهلي نتائج وساعتها ما كانش أحسن حاجة يعني طيب امتى انت حسيت اللي بيتستانج في تيم أساسيا؟ كابتن أنور كان مقتنع بيه هو الجهاز الفني ولعيبة كانت مستقبلا بشكل كويس وكان بتشجعني وكابتن حسن انا يعني خلاص انا كده خدت أول خطوة ومعرفش ان الخطوة دي صعبة السهلة لازم الخطوة دي بقى فيها ووراها خطوة أصعب طبعا الخطوة الثالثة اللي أصعب هي خطوة الاستمرار والاستمرار دي حاجة صعبة جدا في الاهلي لان كان مفيش احترافة كابتن كان الراجل يلعب يعني كان العيب يلعب في المركز يفضل يلعب فيه وهو ثبت نفسه عمل رسيد مع الجمور يفضل يلعب 40 سنة حتى لو هو وحش فانت كده كده مش هتاخد فرصتك اللي ممكن يجيله لازلة برد يجيله لازلة برد يجيله لازلة برد يجيله ثلاث انذارات يجيله لازلة برد يجيله لازلة برد يجيله طيب الماتش اللي انت ما تنسهوه الشمال انت عدت يدر جولة ادي ايه تقريبا لا انا عدت بقت مرة معهم من 18 سنة على فترات انزل تحت واطلع فوق لما استمرت في الفريق الاول عدت ادي ايه عدت حوالي سنتين سنتين اهم ماتش الليك فيه لسنتين دول ايه واللي انت ده فعلا انت بتعتز بيه وما تنسهوش هو اهم سنة اهم السنة السنة اللي هي بتاعت الزمالي كان فرقة الاحلام ساعتها كان فرقة قوية هم فرقين حوالي 12 او 13 بنت واحنا كان جالنا بقى نهاية الدور الاولاني وكان فيه احباط شوية عندي فرقة خلاص دوري باعد بشكل كبير دي اللي قعد فيكو اللي قعد كابت صالح معكم اه كابت صالح قبل ماتش ياهم زمالي ومجلس ادارة جاي قعد مع العيبة وقال لنا انتوا هتاخدوا الدوري فانا طبعا كنت اول مرة بقى طبعا قابلت كابت صالح في الناشئين في البطولات كان بيجي يسلمنا جوائز بس بس لكن حتة بقى فستو فستو واتكلم وكلام ده وكلام اللي هو موجود في الاوضة اللي محدش بيسمعه ولا حد بيشوفه حتة تحفيزية وحتة ان كمان ثقته ان الفرقة هتاخدوا الدوري طبعا احنا انا قاعد مش مصدق ان طيب الكابت صالح وليه طريقة في الكلام كده وبتاع هو هادي جدا واللي متعاملش مع كابت صالح متعاملش مع اي حد فكرة اول كلمة قالها لكم الكابت صالح تفاكرها ايه استنى بس احنا اخد فاصل ونواصل حلقة الليلة من المجري موسيقى تحكيلي بقى محمد كابت صالح قالك ايه كابت صالح اوه معادنا اللي احنا مخسرناش الدوري خالص الدور الاولي خلص انتوا تكسبوا الدوري التاني كان بداية الراوند التاني اه انتوا هتكسبوا كل ماتش هتكسبوه فى الدور التاني الخصم هيتعطل انا مش عايزكوا تبصوا عليه خالص متبصوش على فئلة الزمالك وبراد كلها كؤوس اكسب وهم هيبصوا لكم فهيتعطلوا لكن انت ماتبصولوش فعلا نكسب زمالك اتعادل نكسب زمالك يخسر نكسب ابتدى الضغط عند الزمالك الكبر جدا واحنا عندنا سقة اكتر ابتديني نروح لغاية ما وصلنا للاخر خدنا الدول ايه وكمان الماتش الاخير كمان ماتش كنا بلاعب الاسماعيلي اخر ماتش ولعبت انا الماتش ده كان مئة الف متفرد لا انت عاوز اقولك حاجة كمان يا احمد احنا كان نفرق احداشر نقطة بينا وبين الزمالك انت فوست لما كاب صالح لكم لازم تكسبوا كل الماتشات كلها انت بقى فارق بينك وبين الزمالك تسعى النقاط بالزبط صح انا فاكر الموسم ده واجه ماتش الاسماعيلي الاخير بقى طبعا ماتش ومئة الف متفرج وفجأت انا ما كنت بقى لعب بنزل لكن مش بصفة اسسية ففجأت ان الكابت مستر هولمان كان هو مقتنع بها جدا لعبنا الماتش ده فلعبت الماتش ده وكنت هايل وكاب صالح بعد الماتش احنا ما شوفنا كابت صالح في الدور الاولاني ما شوفناهوش تاني اللون التاني كله ما فيش كله ما شوفناهوش اتكلم معنا الكلام ده وشوفناه بعد ما اخدنا الدوري بعد ماتش الاسماعيلي ماتش الاسماعيلي خلص كام اتنين اتنين وعملنا ماتش حلوة قوي كان في الاستاد ومئة الف متفرج واخدنا الدوري قابلنا بقى وقابلت انا قال لي انت الباك الشمال ان شاء الله هتبقى كويس قوي وعملت ماتش كويس خدت الشهادة اه خدت الشهادة بس يسلم علينا وبركلينا وكان عندنا نهائي الكاس مع اسوان بعديها واخدنا الكاس يبقى دوري وكاس في الفترة الفترة دي طبعا كان كاب ثابت البطل رحمة الله عليها بس انا نسيت اقول له حداك برضو انا ليه خال خالي قائد كبير في القوات المسلحة كان ما بيسيب ليش ماتش من قطاع النشي من قطاع اللي حد ما وصلت درجة اه كان بيجي يتفرج علي في الماتشاط هو وخالي التاني مصطفى كان بيجي كان مقتنعين بيك كان مقتنعين وهم بيحبوا الكورة اه اهلوية ولا اهلوية اهلوية كان بقى خد قرار هما بيشتروا لعيبة لان كانت فرزا مالك كانوا مشارين لعيبة كتير قوي السنة دي اه وابتدى الاهل يبتدى يخش ان يشتري لعيبة وطبعا واخدين دوري وكاس فكانت اللعيبة كانت نفسها طبعا تيجي الفرقة بتاخد بطولات مشارك كبير فكانت ثابت جي بلغنا خدنا طبعا مكافئة الكاس والدوري كانت كام؟ كان خدنا مكافئة الدوري والكاس حوالي 7000 جنيه او حاجة ذا كان يجي اشتروا لك بيت لا مش الدرجة او حاجة سهلة فالمهم يعني سبعة تلاف جنيه لكل الماتشات كلها الماتشات كلها اتناشر اتناشر انتخلت سبعة اوه سبعة بس فكاب ثابت بقى جي بعدها كنت بحبه جدا لا ثابت الله ارحمك ما عندوش لاف وضرار بالضبط الداقل الدغ惜 يجي في وشك يقول لك اسباب واحد اتنين ثلاثة انت وحش انت حلو انا هامل معك كده بتختنع بالكلام لك倫ل وบكره لا تختنع بالكلام في النهائي لا ياصحب تckنع بالكلام لا يا الله يأرحمه الان سببت لا ت Wales مواقف كثير مواقف كلها ك irritated يعني كان بيحب دايماً إن أنا كان ساعات بيعمله واحد ضد واحد في التمرين فأنا كنت قوي يعني كنت آه يعني جسمي مش جامد بس أنا كنت أكتر من كده عضل وقوي وشرس وكلام ده وسريع فدايماً واحد ضد واحد يروح منقين أحد قوي عشان يشوفوا بقى كأنهم صرعة ويعودوا بقى الاثنين كان مستر هولمن ساعات أو مستر اللي كان موجود كان معه محسن تنتاوي اللي هو الرئيس ندي الصيد والذبط جدا الحاج محسن أيوة فكانوا يقضوا يضحكوا ويهزروا ويسخنون على بعض كان سابت كان ده مخفيف جداً ودايماً خلي بالك رياض يقضوا يجري حتى بعد مبطل الكرة كان لعشر سنين معايا وكان حتّا وإحنا في التمرين أنا هو ما كناش نحب نخسر بالذبط يعني هو كان عنده حتّة المنافسة دي شرسة جداً وكان يلعب ويتعصب ويطلع من هنا ومن هنا. وكان يلعب برجله كويس ومحبش يطير على الكلام. فجي اخر السنة راح كبثابت اتصل بها في البيت وجابني. قال لي تعالى دلوقتي احنا انت مشيت بس مش مشيت فريق. انت مش ماشي فنيا. احنا جبنا اشترينا لعيبة ولازم تخش. وعندنا لعبة كبيرة مش هينفع تمشي. على طول كده. على طول كده. فوشي على طول. ما تفاجعتش بالكلام ده. تفاجعت. لان مصر روما كان مكتنى بها جدا وكنت بقى لعب وشغال وكويس. ومين اللي قال انت ما تنفعش في المكان ده غير الكابتن ثابت. لأ قال لي انت فنيا تعد. بس احنا اشترينا لعيبة. اشتريت لعيبة بقى فيه تنافس بينك وبينه. لأ. هلأ اصطادوا قرار. بس انت مش هتمشي انت هتتباع. كان ده خلي بالك حاجة غريبة برضو في ناديل. اه طبعا. كان كل الفرقة غالبات فيه ناس قسامة كبيرة. بس انا مش متذكرها. مش هتفرين. ناس كلاعبة كبيرة. ايو ايو. وقال لي انت الواحدة هناخد فيك فلوس. ايو. مش انت بعد كده هتت. بس فكان اللي جاء فيه بقى كان فيه فرقة في السعودية كان بتتفرد. كان علي ماهر. اه. كانوا اشتروا من الترسانة. ايو. وانا كانوا بدغول على الباك لفت. فعلي المحينار هذه قولهم عند اليها كنا بحالي. فمزجال رباك League Queber sahtangic hip. ايتباعك Fury sahtangic hip. كان سحلات أرقام مش كبيرة حوالي 15 انات كنت راضي وانت ماشي. لا نكن كنت زعلان. كنت زعلان. ناس اطبعا لان كنتраж ا طبعا. لان كنت كنتزعلان حشان المكان يا كابتن. مش هكاد تدّي ما أنت أصلا كنت كلاعيب هتدّي برا وهتلعب وكلام ده إنما أنت كان عشرة في مؤسسة كمان آآ كانت عشرة كنا عادين طول عمرنا في نادي الأهل يعني من 14 سنة غاية 23 سنة فترة كبيرة جدا كنا على طول عادين في نادي الأهل طيب لما كابتن سابط الرحمة طلع ليه قالك أنت هتتباع أنت عدت فاكرة كده أنا فاكر الحاجات دي اللي إحنا كنا مرنا بيها فااااا وإنتي قاعد كده قلت طب أنا إزاي؟ أنا قاعد هنا في النادي دبيتي هروح فين؟ هروح فين؟ وهجي فين؟ وهلي هتأقلم برّة؟ ولا مش هتأقلم برّة؟ إيه الي ضر في ذهنك بقى ساعتها بقى؟ لأ اول أنت مع مآقة يعني كل شيء هدخلت في بعض أنا مش عايف أروح فين؟ وكانش بيبقى فيه ساعتها بقى كمان الوكلة الزاد عن اللذن ايو تأيو dyeو ايو أنت تشق نفسك بنفسك انت لازم هتروح فين فانت جاي يعني انت ممكن تروح نادي بمحض الصدفة مدرب شافك في نادي فممكن ياخدك فجاءت موضوع نادي الأنصار رحنا أنا وعلي عدنا سنة كويسة في الدور السعود دوري قوي وكان الدوري ساعتها بقى في بصير صلاح الدين وفي لعيبة كثير طول عمره دور السعودي جاي وقدنا شكل كويس هو علي الأهلي اشتراه من الأنصار وأنا كان كابتن محمود جابر اللي هو بتاع الإسماعيلي كان بيدرف نادي درجة تانية في السعودية كان بيجي تفرج على مطشط فرشحني للإسماعيل انت ما فكرش انك ترجع تاني للنادي الأهلي لا ما هم كانش فيه بقى هم اشتروا انت ما قلتش مثلا ان انا احسن من اللي بيلعب دلوقتي بقى لا انا ما قلتش كده خلاص انا نصيب وخلاص مشيت وبعدين انا دايما حتى كابتن السابت قمت بصته وحضنته وطلقتي توحشني وتعكب سابت يعني كنت بحبه جدا لا واشا مع انه قل انت هتمشي بس انا كنت بحبه جدا طيب بعد ما مشيت بالنادي الأهلي عادك تقولي ايه اللي انت استفدت بالنادي الأهلي اللي فرق معك لحد هزين اللحظة اللي انا بتكلم فيها حتة الانضباط والالتزام والثواب والعقاب مهما كان اسمك دي فرقة معك في شغلك طبعا انا ماشي بيها ماشي بيها ما فيش هزار يعني السواب والعقاب حتة اللي اتأخر اللي يغيب اللي يتكلم كلام خارج اللي يعمل حتة دي كان في نادي الأهلي بيتطبقوها بالحزفير ما فيش الكبير ولا الصغير ونفس الوقت حتة الهدوء اللي مش النرفزة اه حتة الهدوء لانه كان كان دايما المدربين اللي بدربونا كان بيحمسك ويعنفك ساعات بس في حدود ما كانش فيه يا كابتن يعني من ساعة ما انا دربت في نادي الأهلي لغاية ما مشيت من نادي الأهلي ما كانش فيه سمعت من من كابتن عدد تعمل لفظ خارج مثلا في اللعيب ما دي دي ميزة من ما اسمعتش حد يعني تطاول كمدرب نعم على لعيب باجتيمة أبو أمو كلام ده لا ما اسمعتش الكلام ده خالص من ساعة دايما كان بيحافظ ودي أنا دايما مقتنع بيها كرامة اللعيب من كرامتك طبعا طبعا لازم كرامة اللعيب تبقى فوق ما ينفعش لو همت اللعيب خلاص الحاجز منك وبينه خلاص كمان انت اللعيب أنا عايزه يبقى عنده كرامة في الملعب يحس بنفسه ان كرامته انه هو طبعا المدرب المدير الفني هو لازم أوصلها له بالزبط فأنا دايما دي كانت موجودة في نادي الأهلي برضو فيعني الحمد لله كانت الفترة اللي عتها في نادي الأهلي استفدت منها كتير جدا وكمان حتى تستفدت ان أنا كمان برضو اسمك يرتبط باسم نادي كبير ان انت حتى شركت فيه فترة حتى لو في السيبي بتاعك علاقاتي بكله بأغلبية اللي موجودين في نادي الأهلي علاقات كويسة مفيش لكن هو في الآخر انت طلعت لعبت في السعودية ضدت سنة كويسة رجعت الاسماعيلي انت بعد وانت في الأنصار وفكرت انك ترجع هل ما كلمش كابتن سابت قلت له أنا ممكن أرجع علعب تاني ولا انت قلت لا خلاص كابتن سابت لا أنا ما كلمش كابت سابت بس هو أنا لما رجعت الاسماعيلي كنت ممكن أرجع وكانت هتبقى أول مرة خلي بالك ما كانش حصلت بالضبط لان كان كنت عامل مواسم كبيرة جدا في الإسماعيل مواسم قوية وكانت سوبل هو اللي ماسك الأهلي من الناس هولا جاءت من المدربين انت اتضربت مع كابتن عادل طعام وكابتن مصطفى واستفدت منهم جامد قوي واثروا معاك مين مدربين الأجانب سواء فيسة أو هاريس اللي كانوا موجودين لا هو فيسة أنا عادت معا أنا كنت صغير جدا وكان قاعد معا طالع بيشوفني كده بس لكن المدربين الأجانب الأجانب ليوم سيستم خلي بالا أقول لحباتك أقول لك بصراحة مش أي مدرب أجنبي ويجي انت بتستفد منه في مدربين جات احنا ما استفدناش منها حتى في نادي الأهلي طبعا وكانت اللعبة بتبقى أقوى من المدرب فنيا ودي خلي بالاك مشكلة كبيرة جدا يعني مش شرط ان انت راجل جاء بمدرب أجنبي وبسي في نبقى مطالب كويس عشان تبقى أحدك عارف احنا ما استفدت انشاء المدربين الأجانب وهو واحد بس مين هو استفدت من ماركوس بتاع الإسماعيل ماركوس اه كمدرب كويس قوي دك هاجمينسيتو ايه ارجنتيني فرنساوي هو مش من الإسماعيلي مسك نانت الفرنسي نانت الفرنسي استفدت منه من لوحات تكتكية بشكل كبير مين بقى اللي قالك انت في الإسماعيلي معنا كابتن عمد سليمان كابتن محمود جابر رشحني وكابتن عمد سليمان جابني الإسماعيلي كان هو مدير الكورة هل لو انت راجع من الأنصار ونادي الزمالك طلبك كنت هتروح نادي الزمالك والله لا سألت يا كابتن لا دي عادي يعني انا بقولك يعني انا بشكاسف هو ما طلبنيش ما طلبكش انما لو كان طلبك كنت روحت الله أعلم ساعتها اه انت ما كنتش مقرر يعني ما كنتش مقرر الله أعلم يعني ممكن اروح لي لأ ما هو ونخلي بالك برضو انني كبير اسم كبير وانت عندك 24 سنة اه وبرضو انت ما يعني يعني هتلعب لحد مثلا 4-5 سنين بالضبط انت بتلعب كورة وكانتش فيلي احتراف بالشكل كبير يعني يعني انا شايف لي لأ حتى لو جالي لزمالك اروح علعب انها اسم كبير زي نادي اه بالضبط يعني شوف أنا كل ده وعدت وفترة واحترفت في السعودية وجيت حاجة تانية خاصة عدت مع في الاسمالي كم سنة تلات سنين تلات سنين اخدت معهم بطولك كاس كاس مصر مع كابت المحصن صالح لكن فترة دي كنا على طول في حيث التالت تاني بطولة افريقية طبعا ما وفقناش فيها بس يعني احنا موجودين على طول في نا كنا بقى كورة حالو وخالد بيبو ووتاكا وسعد عبائي وحمزة الجمل عصرط كزا اسلام الشاطر وسعفان والله رحمه وإحمد رزق لا خالد الأماش خالد الأماش أكبر من لك أكبر من لك مش عجوز أوك طيب ماش أعديها 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 أحمد كابت خالد الأماش كان مدرب كان مدرب ساعدها اه ايو كان مدرب مساعد معه امتى فكرت انك فترة دي بقى كابتن فترة دي أنا جالي إصابة جالي إصابة فكانت ساعتها مش منتشرة بعد كم سنة في الإسماعيل جات لك الإصابة بعد آخر سنة سنة التالتة السنة التالتة اه ايه الإصابة نوح كانت العضاءات البطنة كانت أول مرة تيجي في مصر ومكانش عندنا الطب الرياضي كان ساعتها مش قوي ممكن كان في الوقت ده ساعتها كان الدكتور سيد نصطفى بتاع المأولين يعني ما حادش عارف يشخصلي اه وروحت الجراحين ودكاترة ما حادش عارف يشخصني خالص كان عندك تنزق في عضاءات البطن اه ما حادش عارف حاجة اه تيجي يقولك لأ ده بيمثل عشان مش عايز يجدد مابورة بص الأفكار فالمهم ايه انا تكلمت الكابتن الحج محسن تنطوي ايوه وطول عايز سافر ألمانيا على حسابي اسماعيلي قالك ده مش عايز يجدد اه يا جماعة انا متعور مش قادر فرحهم قالك لأ ده بيمثل عشان ما يجددش فاخر قطعت تذكرة ووقت المؤكد حاجة محسن وطول الفلوس اه على اساس ان ايه مش عايز احتك في ألمانيا عاون كنت اول مرة سافر لوحدي ايو 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 فانت عاون السلعب كورة اه فروحت اول ما دخلت الدكتور قال لي فطرت وطلت عالمستشفى فطرت وطوله لأ قال لي هنخش لنعمل عملية عمل الاشعاعات وعمل الحاجات حط اصبعه قال لك عندك فتأة 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 حاجة فتأة رياضي ده ما كانش اه ما كانش منتشر فقال لي عندك الناحة التانية ضعيفة فعمل لي شبكتين انت هنا في مصر كانت الفترة اللي انا موجود فيها كان يعمل لك شبكة وبعدها بشهرين ثلاثة يعمل لك الشبكة التانية ده عمل لي الشبكة التانية وقعدت اتأهل مع واحد مؤهل كبير هناك في ألمانيا طبعا حاجة محسن هو اللي كان طبعا حاجة محسن علاقته بالألمان بالألمان كويسة وحاجة قعدت دي في ألمانيا قعدت شهر شهر قعدت أهل في الشهر ده بقى طبعا الحاجة محسن كان على علاقة بتسوبل ما هو اللي بترجم بتسوبل ومكابتن سابل هو موجود ويعمل هولمن أيو أيو فكلموني قالوا لي ان تسوبل عايزك أرجع كانت الفترة دي بقى خلاص الدول بيخلص للأسف كان حظي كانوا عايزين يرجعوني هو كابت سابت بس الأسف في آخر السنة هم خدوا البطولة وخدوا كل حاجة بس للأسف هم غيروا الجهاز الفني اتغير الجهاز الفني فكان حظي وحش كان ممكن أرجع تاني بس فبعد كده قصة بعد كده انت رجعت لعبت شوية في الإسماعيلي وبعد كده لعبت ستة شوية في الترسانة وكان بطلت كورة خلاص بقى اه خلاص ما كانش في الكابتن ما كانش فيه انت كنت عايز توصل لطموخ معين وما وصلتلوش حتى الطموخ لما أنا كنت في الإسماعيلي واستدعوني منتخب الأول كانت أول مرة جالي إصابة قبل ما اروح قبل ماتش يعني ماتش الدول بعد كده رايح للمنتخب الكبير كان بطولة أمم أفريق اي جالي إصابة برضو اللي هي الجات اللي هي بتاعة عضلات البطن بقى بقى حاجة مزمنة بقى عندنا لا خلاص بقى يعني لأ كانت فترة بعد ما عملت العملاء خلاص خلاص اه بس أنا حيتت بقى ازهق انت خلاص بقى وصلت أنا كنت وصلت ساعة 29 سنة كان الإصنار بقى لأ وكان العبل بيوصل 29 سنة ما كانش كمان كمان فيش عائد يعني كنا كان كابتن نادي لأهل ساعتها كان بياخد 30 ألف أو 40 ألف يعني كابتن حسام كان معايا وكابتن أسام عرابي وكابتن إبراهيم وكابتن وكابتن رضع بعال كان موجود معايا برضو في كابتن رضع بعال اللي حضرته في الأهل فترة كبيرة جدا كان بيقعد معايا في القضاء على طور كابتن رضع طيب الإصابة لما جات لك انت فكرت في الاعتزال والله يعني كنت زهقت زهقت يعني العزيمة عندك قلت من سنة بعيد خلاص خلاص يعني قلت بقى يعني ما هقعد فترة هشوف هعمل ايه والفترة اللي عدتها دي أنا كنت متجوز نعم جوزت بقى سعيت عدت فترة كبيرة ما اشتغلش ريحت بقى ما اشتغلش فتجوزت بقى وكانت صعبة الفكرة حتة التدريب هي مراطي لما دي هنتكلم على بقى التدريب والكلام ده كله انت خلاص رجعت من ألمانيا انت دربت خلاص بطلت كورة بعد الترسانة وكده وخدت قرارك خدت قرار طيب هل هنا برضو قبل ما ابدأ كلا اني عندي تارير مع واحد حبيبك قوي قبل ما يخش على التارير هل في سن معين للعب عشان يعتذر ولا اللعب من نفسه اللي لازم يحترم اسمه و سنه ويقرر ان انا هعتذر هو قرار صعب هو اللعيب اللي يقرر اللعيب لا يكلم حدش ياخده القرار دلوقتي فيه وسائل كتير جدا اللعيب عمره يطول في الملاعب اللي هي بقى عشان الوسائل كتير جدا في التدريبية وان كل يوم بيبقى موجود من النادي من الصبح بالليل اغلبية 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 انا بالنسبة لي كده فيه ناس بتبقى مجموعة بتشتغل قبل التمرين بساعتين بطريقة معينة وبعد كده تخش التدريب وبعد كده فيه وسائل استشفى بعد كده بتحصل فاللعيب ياخده بتاع 6-7 ساعات في اليوم هل المادة بشي اللي بتخلي يقعد اكتر ده برضو ما حاجة كويسة ان هو برضو بياخد فلوس بيشتغل على ده الفلوس بياخدها يعني قصلي ايه ما المادة دي حاجة اساسية نا طبعا طبعا ده مش عاوز الكلام اه بس في نفس الوقت انت كرؤيتك كنادي انت حتى لو كبر في السن انت تستفيد منه ولا لا ما اللعب اللي بيقول الكلام ده طبعا يعني هو اللعيب في السن معين اه طبعا 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 انا معي واحد حبيبك قوي وانت بتروح في كل حتة بتاوده معاك وهو شخصية عزيزة علينا وان شاء الله ليه حلقة معنا لاني ليه تاريخ كبير جدا مع نادلة المنتخبات عارفوا مين هو كابتن احمد ناجي كابتن احمد ناجي دما عارف ان انت موجود معنا اقالي لا ده انا حميب كابتن دوت انا لازم عاوز اتكلم معه شوائي هنستمع التالي بني ونرجع نتكلم تاني يعني انا عارف كابتن احمد من قبل ما اشتغل معاه يعني واحنا بنتابع المباريات واحنا في جهاز المنتخب ايام مصر اجيري وكنا بنبعدين في المقصورة بنتفرج لفت نظرنا جدا حد زي ما انت بتقول شاب واقف على الخط احنا طبعا دي مهنتنا وده ونعرف اللي واقف ده بيعمل ايه لفت نظرنا جدا لفت نظر مستر اجيري قال المدرب ده مدرب كدير ومدرب عنده فلسفة ومدرب يعرف هو واقف على الخط يستخدم ادواته ازاي مع انه كان ماسك فرقة صغيرة كان ماسك نجوم فلما انا كنت في سموحة وكنت مع الكابتن حمادة صدقي وده شرف طبعا كبير ليا وكابتن حمادة يعني ترك الفريق ومدرب نسفرك عامر قاللي يعني الكابتن احمد سامي انا اتكلمت معاه وهو يعني تمسك بيك وعايزك تستمر وكمان الكابتن حمادة قال يعني انا مش عارف يعني هيجي لي شغلي امتى وانت تستمر والنادي عايزك فبدأت التجربة مع حد أنا شخصيته مكون عنها فكرة كبيرة من قبل ما أشتغل معه عايز أقول لك أن أنا بقيت فخور بالمدرب المصري بعد تجربتي مع كابتن أحمد سامي لأن شفت حاجات بيجمع أحمد سامي ما بين حاجات في المدرب قليل جدا لما تلاقي مدرب عنده المواصفات دي يعني المدرب حاجتين ترينر وكوتش ترينر يعني إيه؟ يعني بيعرف يعمل وحدات تدريبية مختلفة ومتنوعة ومتعملش مالة للعيبة مش كده وبس وتناسب قدرات اللاعبين وتخلي الأداء بتاحهم يتغير من إله زائد أنه شخصية أنا بقولها بالبلد يذكر وزائد أنه هو كوتش بيقف في على الخط زي ما قلت لك قبل كده شايف كل حاجة لأنه هو اشتغل في التحليل قبل كده واشتغل في تحليل المباريات فعنده دي كمان إضافة كبيرة أنه هو بيقدر يعني مش هو ما بيشغلش مع معه محلل فاني هو بيحلل هو وهو اللي بيشوف الفيديوهات وهو اللي بيقطع وهو اللي بي يعني كمان فعايز أقولك أن أنا فخور جدا بالشخصية دي والشخصية دي لازم يعني الناس تفكر فيها بشكل جيد وبشكل كويس لأنه يستحق أنه هو يعني الناس تدي له قيمته الحقيقية وبطلب من امتحاد الكورة ومن الناس أنهم يتبقوا المواهب دي يعني أنا شايف هجوم شديد جدا على المدرب المصري لأ في مواهب فعلا اشتغلت على نفسها وقفلت على نفسها وبتدرس كل علوم كرة القدم بهدوء وبدون صخب إعلامي هو أحمد ما بيحبش الصخب الإعلامي ولا الدوشة ولا الحاجات دي كلها هو دي طبعا عجباني جدا بشخصيته هو أنه بقول لك أنا بقالي 32 سنة في المهنة دي أنا فخور به جدا كل جوانب شخصيته هو كشخص وكليدر وكترينر وككوتش كل الحاجات عنده يعني أنا فخور بها وسعيد أن أنا يعني كان عندي الفرصة أن أنا أكمل وأشتغل معه أبو أحمد أنت ابني من أبناء النادي الأهلي طلعت احترفت في الأنصار وروحت الإسماعيلي كلها أندية كبيرة وبعد رجعت على الترسانة وبعدين بطلت هل لقيت فرق في السيستم نفسه أو النظام كله سواء في الفرق معك مع النادي الأهلي أنا أقول لك أنت تعلمتي من أنه يقول لي كذا إننا ما أتكلم على الإسلوب الإدارة ما أنه كلهم أندية كبيرة يعني ما شاء الله وصح ذلك نادي الأهلي سيستمه لا يقارن بفرق حتة تانية لا حاجة تانية خلص نادي الأهلي أقوى من اللعيبة طبعا كاسم طبعا لا أنا أتكلم عموم أنا أتكلم بالشكل العام أيوه أتكلم وصل لإيه؟ والشعبيته قد إيه؟ نادي الأهلي أقوى منه الأهلي فوق الجميع آه قوي إدارة وسيستم إدارة وسيستم وفيش حد يعني إيه؟ يقدر يعني يخرج عن النظام بشكل كبير جدا وأي حتى لو أدفع سبب في الأندية التانية بدي مش موجودة قوي بيعملوا حساب للعيب أكتر 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 من أسم النادي آه إنت حسيت هذه آه طبعا خلي بالك يعني مثلا نادي الإسماعيل نادي كبير جدا نادي القوة جدا وأنا لعبت كرة في نادي الإسماعيل كرة حلوة قوي لهم كما لعبوا كرة عالية قوي أوي وجمهور بيحب الفرقة بطريقة غير طبيعية مش عاوز الكلام مش عاوز الكلام بس سيستم ده لو موجود سيستم نادي الأهلي قريب منه، ليه إسماعيل؟ قريب منه، ليه إسماعيل؟ ليه مبقاش زيه يا إحمن؟ ميدين مشكلة عندنا؟ ليه مبقاش زيه؟ هو النادي الأهلي عشان النادي مؤسسي وماشي صح بكلام ده؟ ليه أنا ماخدوش قده ومشي زيه؟ أقول لحدك على حاجة؟ وعب؟ في حاجة برضو أنا أقول لحدك على حاجة فيها علشان رأيي ممكن يبقى مختلف شوية؟ مش كل واحد، مش كل واحد ابن النادي يصلح للنادي طبعاً ودي مشكلة كبيرة جداً إنه كل واحد، أنا بكلم بشكل عام بقى كل واحد فاهم إنه لايه في المكان يبقى هو صاحب الحق في المكان ده وهو ما يقدرش يدير النادي وما يقدرش النادي يستفاد منه بحاجة بالعكس إنه هو ممكن يرجع النادي وراء فمش كل واحد ابن النادي ينفع للنادي هي قصة كده، لكن في ناس شايفة إن ده حقها حقها الأصيل إنها تبقى موجودة طلامة لعبة في نادي الأهلي أو لعبة في نادي الإسماعيلي أو لعبة في نادي كلام ده ليست صح أنا معك أبتفق معك في الجزئي بالزبط، لكن أنا أستغرب جداً إن الناس كتير جداً تقول لك أنا كنت موجود مثلاً في نادي الإهلي كنت موجود في نادي إيفلان، كنت موجود في نادي الإيفلان... ونادي الأهلي ما بيشغليش كلام ده ليست صح أنا معك أبتفق، أبتفق، أنا معك أبتفق أنت مفروض، في حياة محترفة وذلك ما دأت خَلاص ال Spearне ه oste kg النادي، تشغل التجاب الزفت Lex ولك ليس صنع صنيل ف diez semana patent هواته المج Princip وعلى حسب رؤية الناس المسؤولة والذيما تزح هتفيد النادي أو لم victor الشرس يعني الموضوع مش حشو انت زي ما قلت اللعب اللي بيمثل اي نادي ويبطل فاهم انه هو صاحب النادي عايز ياخد حتة منه ويمشي طيب احنا ما اتكلمنا نتكلم بقى على القرار الاعتزال قرار الاعتزال انت خدت القرار هو بقرار صعب او على لعيب الكورة قصة اللي بيحبه كورة القدم خدت القرار بعد ما خدت قرارك هل انت قررت هتشتغل ايه هترجع محامي ولا قاضي ولا هشتغل في التدريب ولا هعمل مشروع لي ولا هشتغل مدرب ايه اللي انت فكرت فيه انا ما فكرتش في حاجة خاص ما كانش الرؤية واضحة كنت عاية التشتيت دايما كانت زمان لعيب الكورة لما بيبطل بيش عارف يعمل حاجة بيش عارف يعمل ايه واخد على جو معين بيصحى الصبح بيروح يتمرن يلعب ماتشات جو منافسة اي حاجة مش هتعوضك عن الكورة طبعا الجو كمان اللي انت كنت عايش فيه فانت اخدت فترة كبيرة واتجوزت اخدت فترة دي تقريبا حوالي خمس ست سنين خمس سنين ده وقت طويل ده باعت خالص عن المجال لا خالص باعت خالص وبعدين ابتدت اتجوزت بقى طب في الخمس سنين دول انت ما فكرش ترجع تاني للقضاء ولا ترجع اي حاجة تاني لا خلاص بقى طب كنت شغال ايه بقى في الفترة دي مش مش شغال احنا يعني كان عندنا شوات حاجات كده يعني احنا بن يعني موجودين فيها بس لكن هي قصة كلها يعني كنت شغال مثلا في التجارة اه بالزبط اه فاني ما كنت شغال بس لدرجة ان شغال بس لدرجة انا كان يقولك هي المعلم احمد جيه لا لا مش الدرجة لا يعني كنت مش تجارة اكتر بان هي كده مباشرة خلاص فترة يعني ايه فراغ استرخاء بقى وخير قبل ما اشوف هعمل ايه هتعمل ايه يعني ما فيش حاجة لا اتجارة مش هديتكش ليها اكتر خالص انت انت يعني كل ده ونت هناخد فترة راحة ما عرفش لسه هدرب ايه بان فترة راحة هتختار ايه فيه بالزبط فما اتجوزت وبتاع فالمراتي قالت لي ليه اللي ليه ما تخش في مجال الكورة مادام رياضية لا مش رياضية خالص كان ليه اصليها شايفة كل اصحابي لعيب الكورة بيكلموني في التليفون اه فعاوزك دخلك في المجال قالت لك ليه انت ما تخشش فانا بالصدفة كان الكابتن عبازي عب شافي قابلته اه معرفه كويس عزيزه جميل اه طبعا راجل محترم اوي واستفدت منه جدا بصراحة برضو عادت اتكلم معي فانا بتكلم معي فانا بتكلم فكورة كويس قال لي ليه ما تخشش التدريب اه فبدأت الدنيا تلمع برضو اه مع تشجيع امراطي فابتدت بقى خش فابتدت اشوف بدأت التدريب فين؟ في الجيش في الجيش طب ما فكرش انك تضرب في النادل اهلي فكرت بس صعبة ايه لي كان صعب فيها بقى؟ يعني صعبة كانت صعبة كان لعيبتي في الاسماعيلي وفي الترسانة واذا عندي؟ واذا عند kings علي اعرض jaka ies دخول النادي العالي كان صعب يعني ايه صعب عندما دخلت النادي العالي لعب كرة وكملت لا صعب في التدريب كان فيه لعيبة سبقاني قبل كده دخلت دخلت لعيبة بطل ودخلت في التدريب في التدريب فانا مكانش فيه مكان يعني مكانش فيه مكان محاولتش؟ لا أو أنت قلت صعبة بالنسبة لي؟ هتبقى لك قلت صعبة دي عندك العزيمة قلت بقى شوية في الحتة دي اه يعني ما حاولت انا بقولك هنا بيباني يعني بس فقل رحت طلع الجيش طلع الجيش الناس استقبلتني بشكل كويس طلع الجيش طلع الجيش لا هو طلع الجيش جديد انت ملقبتش حتى في أي مرحلة ممكن بيشوفه مدربين وأنا رحت حلو كان كابتن عادل عفتاح كان ماسك الفرقة تحت الدرجة الأولى وانا كانوا ممكن يمسكوني فرقة بس انا اشتغلت معا فترة في الدرجة الأولى على طول لا تحت الدرجة الأولى فرقة اللي هي تحت الدرجة الأولى فرقة الشباب بس هو ماشي بعديها وانا ابتدت بقى من ساعتها ماسك الفرقة عادت حوالي 8 سنة انت مبدأتش مع الناشئين لا خالص وانت خلي بالك حضرتك انت بتبقى من فرقة الشباب دي انت الفرقة بتستلمها من 18 سنة لقى 21 سنة انت اللي بتعمل السويتش للدرجة الأولى مين اللي يصلح وتعمله مين اللي يصلح ده مرحلة التطوير خلي بالك ابو احمد هنا انا معظم المدربين بيبدأوا من المدرسة الكورة وعلى الناشئين بتاع انت لا مش شرط على حسب انت يعني مميز في ايه قدراتك كله طب انت كان المؤهلات ايه بقى اللي كانت موجودة عندك دورات كلها حضرت الدورات الاساسية دي حوالي حوالي 45 يوم مطلعتش بره في ايه درسات لا كنت بتفرج بقى كابتن اونلاين انت دي بقى المميز فيها فكنت بتفرج بقى اقرى مقالات لغة عندي كويسة جدا فبقرى المقالات بتاعته وافكار المدربين وقاليات تطبيق وكانت بفرج عليك حاجات كتير قلت هتطبقها انت الحاجات دي كلها فهدي 8 سنين دول بقى كانوا بالنسبة لي معمل قلت عاوز تطبق العملي النظري مع العملي بالزبط عليكم بقى جرب حاجاته ونفعش على مدربين على لعبة بشكل معين ابتدت اطور اداء ابتدت ابقى مميز في الموضوع ده طبعا رئيس نادي الفريق محمد فريد حجازي كان صاحب فضل علي جدا هو كان رئيس النادي وابتدت ابتدت اطلع لعبة وعملها حيطة السويتش دي وتبتدت العب درجة اولى وتتبع بقى ارقام كويسة بتأهلهم بقى مع عادة من الشباب او الناشئين تعمل السويتش يلعب درجة اولى لان رتم الدرجة اولى مختلف واحتكاكات واستعمال جسم اللعيب في الناشئين غير الدرجة الاولى والنواحي التكتكية الجماعية غير الدرجة الاولى والقرار كنت بعمل الحاجات دى ما ضربتش فريق الاول نعم حصل لهم ضرب فترة من الفترات وانا طلعت مسكت الفرقة اربع ماتشاط الحمد لله عملت نتاج ايجابية بشكل كبير انت عشان عارف الولاد كلهم وانزلت تانى وجي مدرب كنت عارف فترات متقطع لغاية اما كان حصل ضرب كبير وانا طلعت مسكت الفرقة فترة وكابتن حلم جيه واشتغلت معاه بقيت السنة اعادنا الفرقة في الدولة الممتازة اشتغلت فترة كبيرة انت مع كابتن حلم اه سنة سنة يعني نص السنة كمان اشتغلت مدرب عام معاه واعادنا الفرقة اعادت كابتن حلم عام المجهود واعادت الفرقة بشكل وفنشنا خامس كمان وانزلت بقى ناشئين تانى لغاية تمامسكت الفرقة بقى سنتين واربعات طيب الفترة اللي فيها كنت مع كابتن حلمي تعلمت من كابتن حلم ايه كابتن حلمي منظم جدا اوي التنظيم برا الملعب وعادل يعمل لك الاتموسفير لغاية ما اللعيب يخش جوه الملعب يتدرب يعني منظم برا الملعب وجوه الملعب لدرجة اللعيب ينزل بشكل كبير جدا اعرف هو عاوز ايه قبل ما تارير مع كابتن حلمي لما عارف انت موجود معانا لك ده سامي ده من بنولادي انت شايف ان المدرب الاجنابي انتهتها في الاول كده بس انا كنت بقى هجيبها بطريقة تانية المدرب الاجنابي بيجي من برا من الدول من الدور الانجليزي او الدور الاوروبي او الكلام بيحب يطبق النظريات بتاعته على اللعب المصري هل اللعب المصري يستوعب الكلام بتاع برا لا طريقة معانا مثلا ده مستر كروش انا بجي طبق اربعة ثلاثة ثلاثة قدرنا ما عندناش بس وصل بيك نهائي انا بكلم حضرك على الطرق سيبك من النتايج هو متعود على الطريقة دي نتايج دي توفيه من ربنا الامرة واحد طبعا مش عاوز الكلام اه لكن انا بكلمك على الطريقة الطريقة لا اربعة ثلاثة ثلاثة مفيش نادي في مصر بيعرف طبعه ما عندكش اللعيب اللي التمانيتين التلاتة وتحركاتهم مع بعض لا ما عندكش اللعيب ولا نادي ولا نادي يقدر الدب اربعة ثلاثة ثلاثة بمفهومها الهجومي والدفاعي الدفاعي عندنا لانك انت مفهوم اربعة ثلاثة ثلاثة انت بتقفل الملعب لكن مفهوم اربعة ثلاثة مفهوم المتوازن الهجومي والدفاعي لان ما طبقناها ده بايز اول ما جاء عملها ده زمانة بقى ما اعرفش لكن انا لا 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 بتلاتة اربعة ثلاثة اه مش اربعة تلاتة تلاتة اه لا بتلاتة وره صح اه انا فكر اه 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 وكان اول مرة يدخلها برضو في النظام تلاتة اربعة مش خمسة وره تلاتة اربعة تلاتة اهو اربعة تلاتة تلاتة ليها تحركات بشكل معين وعايزة نوعية لعيبة بشكل معين. وتحركاتها عايزة حفظه وتكرارات كتير. طيب انت بصفتك بقى محتك بالكرة المصرية ودربت سموحة ودلوقتي مع سيراميكا وابل كده دربت طنطا ودربت المستقبل. انت شايف ان الطريقة دي لا تصلح لا مع كرة المصرية سواء المحلية ولا المنتخب؟ لا ما تصلحش. ليه؟ هل بقى داعيب في اللعبين ولا لعب في التطبيق ولا لعب في المدرم؟ أولا دايما لما باجي انا على دوري وجاي في منافسات اللوجيك بيقول ان اغلبية فرق الدوري بتلعب بطريقة معينة اطبعها في المنتخب. طبيعي. لان برضو اللعيب ما يحصلتش تشك. وما يجي بقى ألعب طول الدوري واجي قبلها بتمانية واربين ساعة ألعب بطريقة مختلفة. قبل البطولة مش بتعود. طيب. في حاجة اسمها طريقة دفعية وطريقة وجمية. الكلام ده مش موجود. الطريقة كل الطرق فيها التهاجم ازاي والدفع ازاي. ممكن تزود الهجوم ازاي. وممكن تدافع اقل ازاي. ممكن تعمل اوبن جيم ازاي. وممكن تشتغل على المرتدات ازاي. مفيش حاجة اسمها طريقة دفعية وطريقة هجومية. الكلام ده غلط خالص ومفهوم غلط خالص. خالص. فانت حيطت ان انت تلعب 4-2-3-1 وتقول عليها دي طريقة هجومية. لأ تم كوبر كان بلعب 4-2-3-1 وكان طريقة دفعية بشكل كبير. كميلا بعمل مرتدات. مفيش طريقة في التاكتك اسمها طريقة دفعية وطريقة هجومية. بس الطبيعة واللوجيك لما تيجي قبل بطول عربية مثلا زي كروش. او قبل بطول امم اللي لعيب يجي لك قبلها بـ 48-72 ساعة انت تيجي تقول له بطريقة مختلفة وتحركاتها بطريقة مختلفة وعايز منهم شكل مختلف. عايز نادي. عايز وقت. عشان تكرر اللعيب عشان يحفظ. تعودوا. تعودوا لكن الكلام ده مش موجود. طيب انت شايف ان الطريقة اللي تناسب الكرة المصرية سواء على مستوى الاندية او مستوى المنتخبات. الطرق مختلفة كتير. بس اجلبية الوقت موجود 3-4-3 و 4-2-3-1 اجلبية الفرقة بترعبها. 4-2-3-1 و 3-4-3 كان موسيماني بيلعب بيها فترة من الفترات اللي هي 3 وراء وكان بنزل حمد فتحي في النص ما بين السرد بكين. بالضبط. فالطرق دي هي دي اللي منتشرة في مصر. لكن حتة 4-3-3 مش منتشرة اوي. يمكن نادي او اتنين هو اللي بيلعبها ساعات. ايه اللي ناسب الكرة المصرية. اللي ناسب الكرة المصرية ان انت تعيد تأهيل اللعيب. من هو صغير. ومش تعيد موحدة الكلام الكتير اللي انا بسمعه حتة التخطيط. تخطيط دي كلمة مطاطة اوي. مين اللي هيخطط ومين اللي هينفذ. ومين اللي هيبقى عنده الثقة ان دا اللي ينفذ. ومين اللي هيخلي. اللي ينفذ ده يستمر ينفذ. مش بنص الطريقة اقوله لا تعالى هنا. يعني كلام مبهم كده. اه فكلام محتاج توصيف. فالتخطيط حط خمستاشر عنصر تحت فالكلمة ما اطلعش اقوله التخطيط من قطاع الناشئين لها. مش بنصبر. لا وقالك انا جابين مدرب او جابين مدير فني اجنابي عشان يخطط. اخطط لمين يا كابتن. انا ما اعرفش انا بصراح ما هو كلام. بصا كابتن. اولا نظام الدول. نظام دوري قطاع الناشئين. انت عايز ايه من قصة الكرنفلات بتاعت البراعيم. انت عايز ابدأ من تحت. والكلام كل استثمارك في المدرب اللي هيدرب. لازم يكون مؤهل. طبعا لازم يكون مدهل ولازم تأهله. لكن هتجيب واحد يعمل تخطيط للكورة المصرية مدير فني الاتحاد. سدقني يا كابتن مش حاجات حصل. تضيع وقت يعني. تضيع وقت. انا استثمارك كله في المدرب الاول. لان المدرب ده هو اللي هينجح لك التخطيط اللي انت هتعمله. يعني انا اجيب المخطط وما اجيبش المنفذ. طب ازاي تيجي. ماشين بالعكس. ونرجع تاني. هنتكلم بحيط التدريب. من التدريب ده. ده حاجة مهمة جدا. واحنا غافلين عنه خالص في حاجات كتيرة قوي. نسمع كابتن حلمي. قناتنا دي الاهلي. يعني في اي وقت اتنوروني وتشرفوني يعني. بتشرف ان انا كون مهاكو. علاقتي مع احمد سامي بدأت هو عنده 15 سنة على فكرة. لان انا كنت ماسك فريق 15 سنة في نادي الزمالك. اللي هو فيه محمد صبري ومعتمد جمال ومتحة عبدالهادي. وكان أسامة نبي وحازم إمام وأحمد عبدالله. والجيل ده كان قدامه في النادي الأهلي. جيل أحمد سامي وشام حنفي. وهان العقبي. فكان فيه بنلعب مع بعض يعني في دوري القاهرة. وكان الولاد دول على علاقة جيدة جدا مع بعض في المنتخبات. منتخب الشباب ومنتخب القلومبي. فانعرف سامي هو عنده 15 سنة. لكن علاقتي بقى توططت به جدا جدا. بعد كده يعني العلاقة مستمرة مع الجيل ده كله. في النادي الآلي ونادي الزمالك. لما روحت أمسك نادي طلايا الجيش. وكان سامي موجود قبل ما جي. فجأت بأنه ساب النادي ومشي. لما عرف أن أنا جاي يعني. فطبعا سألت عليه وقلت له ما فينا أحمد سامي. قالوا لي ده مشي ساب النادي ومشي. عشان جهاز جديد وبتاعه كده. فأنا زعلت جدا يعني. اتصلت بيه فورا. قلت له ازاي يا ابني تعمل كده. وأنا جاي عشان يمشي. يا ساب ده أنت واحد من ولادي. ومن اللي أنا بعتز بهم جدا. ولأنه شخصية محترمة جدا. ولد راجل. راجل بمعنى كلمة. يعني اعتمد عليه. وصادق ومحترم. وعلى فكرة مدرب هايل كمان يعني. مدرب يعني أكثر من رائع يعني. يعني هو اللي جاي في السنوات القديمة أحمد سامي. يعني في الجيل بتاعه بالذات يعني. فطبعا قلت له ضروري تيجي حالا. أنا مش هنزل الملعب غير لما تكون موجود يعني. يا كابتل عشان تغطيب أبرع. قلت له أنا أبرحت أنك تبقى معايا يعني. فتعال بسرعة يعني. فوقفت التمرين ومارضتش أنزل الملعب. لغاية ما يجي سامي وينزل معايا الملعب. قضنا مع بعض سنة أكثر من رائعة. كان ترتيب النادي الأخير. نادي الطلايع. وبعدين الحمد لله وصلنا للمركز الخامس. وبعدين مشيت أنا بعد السنة دي. علاقة بسامي مستمرة باستمرار. يعني ما انقطعتش بمجرد أن أنا مشيت من الجيش. لا نحن على اتصال مستمر. وولد أنا بعتز به جدا جدا. على المستوى الشخصي وعالمستوى العملي. مدرب شاطر. مدرب واعي. عنده شخصية. بتمنى له مستقبل بإذن الله جيد جدا. وأنا متوقع له كده. لأن يمكن سامي أفضل مدربي جيله. يعني هو فيه كذا واحد من المدربين في جيلة أحمد سامي شغالين دلوقتي. لكن سامي الأفضل في هذا الجيل بصراحة يعني. ساعدت بالعمل معاه. وأنا سعيد أنه هو على اتصال متواصل. يعني يمكن كنا لسه بنفتر مع بعض أول مبارحة. لسه كنا بنفتر مع بعض أول مبارح. أنا وهو كابتن علاء عبدالصادق. وعادي المحجوب الإداري بتاعه يعني. فعلاقة مستمرة. علاقة محترمة جدا. وأنا بتمنى له كل التوفيق بإذن الله في مستقبله اللي جاي بإذن الله. بقول له خليك على مبدأك. حافظ على أسلوبك. ما فيش تنازلات. ما تتنازلش عن حاجة من حقك كمدرب. عشان تستمر. وهتستمر فترة طويلة بإذن الله سامي. وهتأخذ مكانتك بشكل قوي جدا في السنوات القادمة بإذن الله. كابتن حلمي بيقولك أنت القادم. هتقول ليه كابتن حلمي. كابتن حلمي ده صاحب فضل علي. كابتن حلمي عادت أشتغلت معاه. تهتنم مني ولا يا أبو أحمد. لا لا. صح صح كده الله. لا لا لا. كابتن حلمي بصراحة صاحب فضل علي واشتغلت معاه. والفترة اللي أنا اشتغلت معاه فيها اتأثرت بيه جدا. سواء من واحد تنظيم من واحد تاكتك من واحد الأفكار الجديدة. وفي نفس الوقت على تواصل معاه على طول. أنا كنت لسه كنت مفتر. أبو أحمد بعد ما سبت طلاع الجيش مع كابتن حلمي طولان. كابتن حلمي طولان طبعا هو بيكون لنا كل الاحترام. وبيتكلم عليك لأن كابتن حلمي المدربين الكبير قوي. وبيعرف هتعامل مع اللعيب كويس قوي. وبيتعامل في الماتشات بيقرأ الجيم كويس قوي هو بيتلعب. ويدي بتبقى قليلة جدا في المدربين. بعد ما سبت طلاع الجيش ورحت فين؟ عدت فترة وعدت كده رحت النجوم. عدت فترة ايه؟ عدت فترة في البيت. ليه؟ خلاص بقى قلت ان انا مش اشتغل بقى تاني في القطاعات الانشباب. انت محير بالصراحة. لا. انت قاد تقرب تعسبت عن النشيء بقى. لا بعد الكابتن حلمي انا عدت ومسكت الدرجة اقول له سنتين. سنتين لواحدك بقى. وبعد كده حققت معهم مركز كويس. سادس مرة وسابع مرة ده بالنسبة للجيش. عملت مع الزمالك والاهلي ايه؟ عدلت مع الزمالك والاهلي وزمالك كسبني. زمالك كسبني. اه ده في الفترة دي. لكن بعد كده بقى روحت بقى بعديها. بطلت خلاص نزلت الشباب. السنتين بتعطل على الجيش. وبعد كده تروحت النجوم. عدت حوالي ست شهور عملت نتائج. طب السنتين انت بقيت عنهم دول. انت بقيت ليه عن التدريب. او بقيت ليه عن الكورة. ما هو انا جالي بقى ساعتها ان انا عايز اعود شوية. ليه؟ عاوز تقاهل نفسك بقى؟ اه يعني عايز اعود شوية. مش عايز بقى اشتغل شباب تاني وعايز اعود شوية. اه انت خدت خرر ان انت بقى خلاص بقى بقى في الليفل الاعلى بقى. اه بالزبط. ده طموح. فعدت شوية وبعد كده روحت النجوم. النجوم عادت مع النجوم ادي ايه؟ عادت حوالي ست شهور. عملت نتائج كويسة جدا. كانوا درجة اولى او درجة تانية؟ اه ممتاز. ممتاز. دولة ممتاز. مين من النجوم اللي كان معاك في نادي النجوم؟ كان فتح الله وصلاح امين وعمر السيسي اللي هو بلعف في طلع الجيش دلوقتي. وحليمو اللي هو بلعف في سموحة. لا لعبة كتير جدا. لعبة كتير وكلهم راحوا اندية كلها. الحمد لله بعد الفترة بتاعتي راحوا اندية. يعني استاذ محمد طويلة بقى ناس كتير قوي. اه اكيد طبعا. اه. وكان بفرغ نجوم كتير جدا للاندية. بالزبط. طيب بعد ما سبت النجوم اتجهت الايه لنادي ايه تاني؟ لا انا بعد ما سبت النجوم جدت الفترة بتاعت. قعدت فترة وبعد جدت فترة بتاع الكورونا. كورونا. انت في كل فترة بتاخد لك فترة راحة. لا اخياتت فترة دي فترة طويلة. فترة طويلة. وكنت دايما قاعد مواريش حال غير حتة الكورة وقراية. يعني انت كنت قاصل انك تقعد وتسقق في نفسك؟ لا. كده 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 كده. كانش في كورة. ما كانش في كورة وما كانش في حاجة. وعدنا فترة كبيرة جدا مقابليها. كان في كورة بس ما اشتغلتش. احنا عدنا سنتين في الكورونا دي. وبعدين الكورونا. وبعد جدا جيت دوري استقنفوه. اه. ما استقنفوه طبعا أستاذ مع فايز عريبي كلمني. كانت انتا كانت طبعا في ترتيب مش كويس جدا. نعم. فقال لي تعالى امسك الفرق روحت. اشتغلت معهم ماتش. مع الاتحاد عادلنا واحد واحد. وليت الظروف صعبة. فانا ابتدت بقى ايه جي مشيت. فبعد ما مشيت اول مرة بقى ايه اشتغل بسرعة. فباشمانس فرق كلمني في التليفون. وقال لي عايز ازاك تجي تمسك الفرق او كامل. فروحت امه كانوا كان ترتبهم حوالي العاشر او التاسع. فانشنا السنة دي. كان الدور التاني كله. فانشنا خامس الدوري. قامنا بتاك كويسة جدا. والحمد الله. يعني كنت يعني من العاول باشمانس فرق طبعا صحيف فضل كبير جدا. كان بتعملي بشكل كبير جدا فترة دي. واحنا كنا برضو حتة ناصر مه رجع ندي الاهلي. اه. من خلال الفترة دي عملنا نص موسم كويس قوي. صلاح محسن رجع. لعبة كتير رجعت ابو الفتوح رجع الزمالك. ولقى منتخب مصر. يعني انت شاف ان تجربة سموحة دي من التجارب النجحة في حياته. وكانت بداية الانطلاق احمد سلم. بالضبط كانت الافكار بتاعة البشمانس فرق كانت متوافقة مع افكاري. اولا اللي من الناس ما تعرفوش ان بنادي سموحة ما بيجيبش صفخات غالية. صفخات رخيصة جدا. وبيجيب رخيص وبيع غالي. بالضبط عليك. فانت حتة ان انا حتة ان احنا نلقي لعيبة. عاملين اساس للفرقة ونلقي لعيبة ونعيد تطوير اداء اللعيبة دي. وترجعت تعمل لها قبل تاني وتروح رايحة. نوادي كبيرة عايزها زي الاهل والزمالك ويحترفو برا. دي حاجة برضو عايزة مجهول. وفي نفس الوقت ما تخسرش المركز اللي انت فيه. انت بتعدي واحد تاني مكانه بقى. فمن من العيبة اللي هي راحت اهل والزمالك من خلال الفترة اللي كانت معك لنادي سموح. كنا بناخد الاعراض الاهل بيطلعها عره ويرجع لنا حسام حسن ورح. مصطفى فتحي خدناه. ونزمالك رجع نزمالك وبعوه مليون دولار. فيه لعيبة كتير. ناصر ماهر وعبدالقادر ومنعم عاد معا سنتين. ومنعم وابو الفتوح. لعيبة كتير جدا. الفترة السنتين ونص اللي عدتهم في نادي سموحة. كل اللعيبة الحمد لله كانت فتحة خير عليهم. ساعدناهم بشكل كبير جدا. فتحة خير على النادي كمان. وعالنادي وساعدناهم بشكل كبير جدا. نرجعوا حتى نواديهم ونروحوا منتخب كبير. فترة من الفترات بعد الاهل والزمالك كان نادي سموحة أعلى لعيبة موجودة في المنتخب. بعد الاهل والزمالك. نتكلم على جزئية مهمة جدا في جزئية المدرب. انت شايف ايه مواصفات المدرب أو المدير الفني خاصة اللي يصلح ان يدير نادي كبير زي أهلي زي زمالك زي اسماعيلي زي الاتحاد زي أندية كبيرة. ايه مواصفات؟ لا تقول لك المدير الفني اللي بتاع واتليه غير مؤهل. ما هو كابتن لازم شخصية قوية. عشان يعيد الانضباط لان لو بماسك أهلي أو زمالك لازم بتعمل مع نجوم كتير في حيطة الانضباط. والعدل هو مهم جدا للانضباط والالتزام. زائد بلاس نواحي تكتيكية لانك انت كمدرب بتدور على الجودة. جودة أداء الفرقة. دور الجودة ازاي؟ وانت لازم توصل للعيب ان انت أعلى فنيا انت هو لازم يستفد منك. وتقنعه ازاي؟ مش تقنعه بالكلام والمحاضرات الكتيرين. تقنعه بالفعل. انه هو لو نفس حاجات تكتيكية وتحركات بشكل معين. في الملعب هتساعده انه يوصل لجونه يبقى هداف. هيعمل تحركات تكتيكية دفاعية جماعية ازاي؟ هتخليه أقوى مدافع. فكل الكلام ده لما اللعيب بيتمرن عليه. ويلاقيه في الملعب انه هو الموضوع أسهل. لانه واحد تكتيكية دي بتخليني أحسن. يعني المداري بيفرق كتير جدا مع اللعيب؟ طبعا. إذا كان هو بقى شخصية قوية وكان اللعيب كورة مثلا. لا مش شرط. مش شرط لعيب كورة. يعني الراجل صاحب فكر. صاحب فكر تساعد اللعيب. أستخلي بالك اللعيب الكورة دلوقتي. أحتاجك بمدارس كتير. خصوصا ان انا بكلمك على اللعيبة كبيرة. فبيفرز المدرب. المدرب ده هيبقى مقنع بالنسبة له ولا مش مقنع. فانت عشان تبقى مدرب للفرق دي. لازم تبقى مقنع بشكل كبير جدا للعيبة. اللعيبة دي تقنعها ازاي انها بجماعيا تبقى شكل عامل ازاي. لانك في الاخر انت بتدور ركابتن على الجودة. الجودة دي كلمة من السهلة. لا طبعا. المدرب ممكن يصنع على العيب ولا اللعيب اللي يصنع على المدرب؟ لا المدرب يصنع على العيب. المدرب يصنع على العيب. طيب انا عندي مقولة تانية كان الهنة دون ريفي. قالك اللعيب الكويس يصنع مدرب كويس. لا هو يساعد المدرب. اصلاح كابتن انت بتتكلم على مواقف بالشهادة الاساس. الاساس ان المدرب هو اللي بيتطور اداي اللعيب. هو اللي بيساعده ان يبقى مستوى قعبة. المدرب اللعيب اللي يساعد المدرب ان هو يبقى هو المدرب مش مدرب. انا شايف كده يعني. انا شايف ان هو جاي على فرقة جاهزة. واللعيب هي بتلعب. وهو بيساعد المدرب. المدرب ما بمشي حاجة. بالضبط كده. طيب ازاي المدرب يقاهل نفسه؟ وسائل كتير. اولا المرة واحد لازم اكابتن. ما بيعرفش يسافر مثلا. ولما عوش المكانتين يسافر يطلع بقى. يعمل ايه؟ لا في حاجات كتير جدا وسائل على التواصل الاجتماعي والسيطات بشكل معين. لازم يبحث بقى. مدفوعة. لا مدفوعة. بيبين لك مقالات بشكل معين. افكار جديدة في الكورة. قليات تطبيقها ازاي. بس اما حاجة يا كابتن تكون فيه موهبة. او بيحب الشغلانة بتاعته. ولو بيحب الشغلانة بتاعته هيدورها. مع كل الناس مثلا بتحب تلعب كورة. هتبقى لعب الكورة. لا لا لا. الموهبة مهمة جدا. والموهبة في تحليل اداء الفرق كمان. وتحليل اداء الفرق ونواقصك. خلي بالك فيه مدربين. فيه مدربين. بتحليل كواس اوي. يعني بتشوف حاجات. بتشوف حاجات. لا انا بكلمك على المحللين. التحليل اللي هو. وانت مدرب. كمدرب بتحليل شغلك. فحيط التحليل الاداء. الفرقة. الخصم او فرقتك. لازم تبقى مميز وما هو فيها. اكيد. ماينفعش تبقى انت محلل. في البرامج تتكلم كواس اوي. مش عف تنفذ. وما تعرفش تنفذ. ما تعرفش. الكلام كويس. انما في التنفيذ ما فيش. بالضبط. فانت حيطة التحليل ده لازم تكون موهوب فيه برضو. يعني الموضوع مش انت مدرب بس الترينر بس. لا تعرف كمان تحليل الاداء. تعرف كمان معلومات. او اساسية. ان النواحي البدنية لازم تبقى من خلالك. لان النواحي البدنية. ما فيش حاجة اسمها منفصلة. عن المدرب. لا ده من خلال المدرب. زي ما انا لازم النواحي البدنية من خلالي. برضو سؤال مهم جدا. هل يبقى متفق معك ولا منفصل عنك؟ انا ما عندش محلل. عندكش يا. لا بس ما بجيبش محلل. ليه؟ انا بحل كويس. انت بتحلل كويس. عندي شركة بتجيب لي المادة. المادة اللي هي. محللين. لا مش محللين. تجيب لي تقطيع المتشاط. وتجيبها لي. وانا بحلل اللعيبة. انت اللي بتحلل اللعيبة. لاني خلي بالك لو المحلل مش شاطر يلغبط المدرب. ولغبط اللعيبة. لا اللعيبة سيكم اللعيبة. ما هو اللعيبة. ما هو المحلل. وانت هتنقل للصورة دي. بالصابت. اه. لكن لازم محلل يبقى فيه توافق مع موهبة المدرب. مش الموضوع شغل وخلاص. طيب انت ولت الوقت بالنسبة حتى للمدرب الأغذية. او مدكتور التغذية. ده مهم جدا. بس بشتغل من خلالك ولا بشتغل من دماغه هو. لا ما هو بشتغل فيه. أصلي خلي بالك احنا عندنا في مصر. مش شغالينها برضو. الاحترافية ما فيش. لانك هي بقى بتغضع لتحاليل DNA وحاجات. وتشوف الحاجات اللي بتأثر في الأكل والكلام ده. ودي فيه ناس موجودة على نيد الأهلي. كان الناس شغالة معها بالشكل ده. خلي بالك. من أول الناس اللي اشتغلت الشغل في نيد الأهلي. طبعا طيب. هل بالنسبة للأحمال الموجودة. هل برضو بيجي يقول لك البرنامج. ولا انت بتعوده مع بعض. بتشوف انت حسب اللعبة عندك محتاجة. مدارب الأحمال يشتغل من خلالك انت. من خلالك انت. من خلالك انت. انت بتحط له البرنامج. بحط القصة بالتعاون. لا فيش حاجة اسمها. أنا اللي بعمل كل حاجة. لا. هو بالتعاون. بس من خلال الأفكار الأعرض. من خلاله. بحسب انت شايف اللعبين وقدرات اللعبين ايه؟ بالزبط. لكن هو طبعا مدارب أحمال يشتغل عنده أفكار. أنا ممكن أقبلها وممكن ما أقبلهاش. نعم. انت شايف حالة الاستشفى بعد المباراة والكلام ده. محتاجة شغله أكتر ولا بالنسبة لعيب المصري مناسبة؟ بص احنا عندنا الاستشفى يتلخص في الآتي. قعد في التلج. قعد في التلج. قعد في التلج ويقول لك كده الاستشفى. لا لا. الوسائل الاستشفى كتير جدا. منها انت كمان طريق تدريبك. الموضوع مش تلج وتدريبك. لا 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 لا. طريق تدريبك انت. طبعا. ممكن تبقى ده ممكن بعض التدريبات تبقى وسائل من وسائل الاستشفى. وممكن برضو في نفس الوقت حتة أجهزة كديدة. أجهزة فيه أجهزة كديدة. ترجعك بسرعة. ترجعك بسرعة. دي مش موجودة عندنا في مصر. ألا في بعض الأماكن. دي تأثر على كل المصرية. اه يعني تأثر جدا على اللعيب. على كوالة اللعيب واستمرارية اللعيب. طيب. انا عاوز اطلع فاصل. بس انا عندي تأرير قبل الفاصل. هنقول دلوقتي اللي هو هاني العجيزي. هيقول ايه. وبعد هنطلع فاصل ونرجع نحل الكلام معك. ماشي. فاضل ابو حميد. طبعا كابتن احمد سامنة يعني شهادت فيه مجروحة. بقالي سنتين مع كابتن احمد. الحمد لله اتعاملت معه بصفة أساسية. طبعا اول سنة لي ان انا اشتغل في درجة اولى ودور ومنتاز. وكانت مع كابتن احمد سامي وفنال اسموحة. فهي القصة كلها يعني كابتن احمد مكانش يعرفه شخصيا. لكن انا كنت موجود في كتاع الناشئين فنال اسموحة. وكابتن احمد طلب تغيير في الجهاز الفن بتاعه في بعض المدربين. والحمد لله يعني حد رشحني ليه. والحمد لله يعني كابتن احمد تكلمني وتلقيت معاه على طول. وأول ما قبل ليه اكت معاه يعني كنت حاسة اعرفه من زمان. وقعدت تكلمت معاه لقيته شخص محترم جدا. وشخص عملي جدا فوق ما تتخيله شيف يعني بحب شغله بطريقة كبيرة جدا. والحمد لله يعني انا الفترة اللي بقى ليه سنتين معاه استفدت حك كتير جدا 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 منه. على المستوى الفني وعلى المستوى الشخصي. هو شخصية هادية جدا. ومبيحبش المشاكل خالص. زي ما قلت لك شخص عملي بيحب شغله بشكل كبير جدا. والحمد لله يعني ده ظاهر خلال المباريات او السنتين اللي عدناهم في نريس موحة. الحمد لله راجل قدم قدم اداء بشكل كويس جدا وشكل مميز. والميزة في الكابتل احمد اللي هو ليه سيستم بيلعب به. بيشتغل به دايما في اي مكان بيروحه بيحوي بيطبقه. الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نحقق انجاز في نريس موحة. ان احنا في اول سنة كان حققنا مركز خامس رابع سوري. وبعد السنة اللي بعدها مركز خامس. وبرضو كاتل امكانيات ما كانتش زي زي دلوقتي او زي بعض الانديات التانية. اللي هي اصحاب الشركات. لكن الحمد لله يا كابتل احمد بقال الامكانيات وبقال الكوالات اللي بتبقى موجودة. بيحاول ان هو يعمل طفرة وبيعمل شكل النادي اللي هو بيقوده يعني. الحمد لله يعني انا سعيد ان انا موجود مع الكابتل احمد. وبتمنى ان انا افضل فترة كبيرة معاه. لان ازي ما قلتلك استفدت منه حاجات كتير جدا في خلال الفترة اللي فاتت. وان شاء الله بإذن الله يعني اتمنى ان انا بقى موجود معاه فترة اكبر ان شاء الله. لا لأي المواكف كلها. انا هو كابتل احمد بالنسبة لي اخ كبير ليه مش عايز طبعا نقول ان هو ابج ان اكبره يعني. ولسه صغير برضو. وفي ميزة عندنا في الجهاز الشيف ان الحمد لله الاعمار السنية متقربة بشكل كبير. كابتل احمد ناجي بس هو اللي خبرة عن لنا شوية. وطبعا ده كامة كبيرة بالنسبة لنا. ومثال لينا اللي احنا بنحتازي به بصراحة. في كل حاجة يعني هو دايما صبرت لنا في كل حاجة. وإحنا زي ما قلت لك انت شايف. احنا عائلة واحدة. كلنا ما فيش اي مشاكل خالص بتحصل. اي مكان من نروح بدي ما موجودين مع بعض. وده سر برضو من نجاح الجهاز فان الكابتل احمد. ان انت عندك استقرار في الجهاز بتاعك. اتمنى ان احنا نفضل فترة كبيرة مع بعض يعني. ان شاء الله. هتقول ايه العجيزة وقالك ان الكابتل احمد ناجي الكبير فينا. اه مش عائل بقى الكابتل ناجي ايام معي. الكابتل ناجي جاي بالنشوم كله وراحلة. لا اوهاني كان شغال في قطاع النشئين في اسموحة. اه. وانا كان معاندي معايا جهاز معاون يعني مشي لظروف معينة. وانا كنت اعرف ان هاني موجود في الجهاز القطاع النشئين. فاصعبته معايا. اشتغل معايا من ساعتها لغاية. شخصها هادية. استريح له انت بالشيء. اه طبعا شخصها محترمة يعني. طب انت بعد ما سبت اسموحة وروحت السيراميكا. انت مفكرش كده في الوقت ممكن يكون النظام يختلف. سواء في الامكانيات او في اي حاجة. نادي سيراميكا نادي كبير طبعا. وهو نادي لسه تكوينه جديد. نادي سنة تاني دوري متازي. بالضبط كده. هل مع احترام طبعا انت ندمت انك سبت السموحة تسرعت ولا. لا لا. انا باخد قراراتي بتبقى قرارات مدروسة. وفي نفس الوقت انا بستخير ربنا الاول. نعم. انا كان سبب لانا مشيت من سموحة حتة الرؤية للسنة الجاية. انا دايما قبل السنة ما تخلص بوضب امور. لان نادي سموحة بتبقى عنده قصص ان في اعراض. في ناس بيتجدد لقاء عقدها. في ناس بيتعدد لقاء عقدها. فانت نازم تستف الامور. وتنظمها بشكل كبير جدا. قبل السنة ما تخلص. لان المواسم متلحمة. لو انت استنيت لاخر لحظة. وعايز تعمل فرقة بشكل كبير مش هتعرف تعمل فرقة. هل انت لقيت بعد ما مش المهندس فرج عامر. لقيت في اختلاف في المعاملة وفي السيستم. طبعا بشمانس فرج قديم وخبرة كبيرة. ويعتبر مش يعتبر ده هو اللي باني نادي سموحة. اكيد طبعا. طبعا استاذ وليد راجب برضو محترم. وهو كان في مجلس ادارة بشمانس فرج. مش بعيدة يعني. مش بعيدة بس هي مشكلة حتت ان انا الرؤية للسنة الجاية. كانت لسه متعطلة. فانا حسيت كده ان انا مش هقدرك. لانا مش هعود اخر لحظة. وبعد كده مش. يعني انت خدت قرارك صح؟ خدت قرار اهو. اللي انت شايفه من وجهة نظرك. وتقول لي علي يده شاطر. اللي هو ممكن يعمل ايه؟ انه هو دايما تلاقي فرقته مستمرة بشكل كبير جدا. في الدور كله باغلبية الوقت. بمستوى ثابت. وانت ضامن اللاعب المصري بمستوى ثابت تولد الموسيق؟ انت بتتفرج في الدورة يا كابتن. في فرق. اه. الدروب بتاعها هو تعادل. اه. وتبقى جودة الاداء. حتى الحلاوة. والشراسة. والتاكتك. بتبقى اغلبة الوقت. في الدورة. بصفة. سبعين تمانين في المية. في فرق كده. والاهلي حققها. والاهلي حققها. ببعض السنين. بشكل كبير جدا. من ايه وزد. الدورة بشكل ثمانين. سبعين في المية من واحد الحلاوة. وانت تقعد تتفرج وتستمتع. وفرقة كده جدا بتنفذ. بس كل واحد على حسب. هو بيلعب على ايه. في فرقة بتلعب على الدورة. في فرقة بتلعب على الهبور. في فرقة بتلعب على مراكز الرابع. على حسب الغرض من الاستغناء. أنت بتؤمن بفكرة اللي تكسب بيه يلعب به؟ لا. خالص. خالص. هذا المقولة دي. بتاعة التفاول والتشاؤم. هل التدريب في مصر. كفاءة ولا علاقات ولا خلافة ولا ايه اللي انت شاكت. أنا مش عايز اعمم. لا مش تعمم ما احنا بنتكلم. ده احنا بنصلح من حل. طب اقول له هذا كان الحاجة. فضل. اللي عايز حاجة يسعى ويصمم يوصل لها. كويس. حتة اللي بيوصل بالعلاقات. وبيوصل بأمور. جهاز تمر. مش قد مستوى. بيوصل وبيقع بسرعة. لكن اللي دايما هو مجهز للموضوع ده. وبيسعى وبيحارب. وبيوصل بيوصل. وانت على سبيل المثالة كابتن. انا مفيش حد ساعدني. انت اطورت من نفسك. لا مفيش حد ساعدني. انا مش فيسيبك. ساعدك في ايه. ان اوصل في مكان معين. ايو ايو طبع ما انت قلتها هو. كل واحد بيسعى لنفسه. انت دايما لما تلاقي نفسك تشتغل كويس. تلاقي نفسك في ناس بتزوءك قدام. تشغل كويس وبتعمل حاجة بتزوءك قدام. تعمل حاجة جديدة بتزوءك قدام. لغاية انت بتوصل لحاجة انت بتحققها. طموحك. حد يكلمك من المنتخبات الوطنية؟ يعني كان حصل كلام منتخب الأولومبي. وبعدين. بس هو يعني انا بطالب شوط حاجات. مثلا. حاجات معينة. لان انا دايما لما بجمسك فرقة. ببص على الفرقة اللي موجوده بحل الأداء. بص لقدام يعني. بص لقدام يعني. يعني ما حصلش نصيب. طب ليه طيب ما انا عاوز اعرف ليه. بصد كابتن في فرق اننا فيه أجيال مختلفة. حتة التعميم من منتخب مصر قوي على مرة العصور. اه دي حاجة كويسة نقولها. لكن فيه حاجة اسمها أجيال وتوقيتات. فيه أجيال بحصلها ضرب. المنتخب بحصلوا ضرب. وفيه توقيتات المنتخب بيوصل لأعلى مستويات. زي حال الدنيا. يعني تشاف ان الفترة دي فترة للدروب. المنتخب الأولومبي بتاع شكابت الشوق غريب. ده كان مش يوصل لدور التمانية. كان ممكن ياخد ماداليا. نعم. لان الفرقة دي قعدت فترة أغلبيتها. بيلعبوا ده منتخب كبير. وبيلعبوا دوري ممتاز أساسي فرق كبيرة في الدوري. وبتاخد الدوري والكاست. كلام ده. وتلعب أفريقيا. وفترة كبيرة زائد ان الكورونا أجلتها سنة. فاللعبة دي بقى عندها سوق لأكتر. الجيل اللي هو جاي. بتاع المنتخب الأولومبي. جيل عايز تتعب أكتر. مش زي الجيل ده جاهز. انت مش عاوز تتعب معاه شوية؟ لا مش فهمني يا كبتك. لا انا فهم انت تقصد ايه؟ انا مش عايز اقول ان انا تفتح سدرك. وتقول انا هجيب لك حتة من السماء. وانا هجيب لك مدالية كبيرة. لا. اللي انا شايفه. ان انا اعمل لك جيل كويس. تقدر تساعد ان هو يبقى يحصل تواصل مع المنتخب الأولومبي. انت شايف ان كله مصريف دولوب دولوب. لان افكار المنتخب الأولومبي غير افكار المنتخب الكبير. ايه طبعا. طبعا. افكار المنتخب الأولومبي انت عايز تساعد. عارفت تعمل نتيجة. وتوصل. ده حق كويس. طبعا. لكن عارفت ان انت توصل ستة سبع لعيبة من جيل. تدخلوا اساسي في المنتخب. انت انجحت بشكل كبير. انا كل هم ايه. لما تيجي تتعاقد مع مدرب. تقول له. انت مطالبك ايه ليه. مطالبك دي. تناسبني انا كمدرب اقدر اعملها ولا مقدارش. اه. انت بقول لك انت مثلا مطالبك. انا بكلمش على الموقف بتاع بكلم عموما مطالبك من وحي الخيال. ولا مطالبك على ارض الواقع. طب انت شفتها ايه بانما طلبوا منك كده. خلينا اتكلم بصراحة. لا المطالبة ان الحق انك تحلم بشكل كبير جدك. كويس. لكن حيث تتطابك مع فرقة سبعة وتسعين اللي مع كابتن شوقي مع الالفين واحد لا. ما ينفعش. لا. كابتن احمد سامي طبعا انا عرفه من زمان يعني تقريبا من حوالي عشر سنين. كابتن احمد انا مرني. في اخر سنة اللي هي كنت انا في طلع الجيش. اخر سنة اللي هي قبل ما ضدت الكورة. كنت كابتن الفرقة. كابتن احمد ميسك مدير فني. وفي علاقاتنا صارت ان انا كنت كابتن فرقة وكان هو ميسك الفرقة. كان موقتك هو انشغلش في قطاع الناشئين. وبعدين اصعد ميسك الفريل اول. اعلاقتي من السنة دي تحديدا بالكابتن احمد. كنت كابتن فرقة وكنت بالعب في نادي طلع الجيش. فشعرت ساعتها ان احنا بنتمرهم مع مدرب. كان ساعتها الكابتن احمد دي. يعني لسه شباب لسه عنده طموح جامد جدا. حسيت بطاقة جامدة جدا في السنة دي. وهو اول مرة كان يمسكنا. فكري كان مختلف. شاءت الاقدار ان انا بعد كده ابطلت بعد السنة دي. كان هو نزل كان ماسك فرقة الشباب في النادي. وكان ماسك الفترة دي بشكل مؤقت. وبعدين نزل فرقة الشباب تاني. فاشتغلت معاه مدرب عام في قطاع الناشئين في الجيش. بالنسبة للشغل متطور. شغله مش مش شبه حد. بيحاول دايما نشتغل على التفاصيل في كورت القدم. واللي بيشتغل على التفاصيل في كورت القدم مش كتير في مصر. الحقيقة يعني. يعني يتعدوا على اصابع الايد الواحدة يعني. فالكابتن احمد لا. حاجة محترمة ممكن. اي حد ممكن يتفرج على تمرير الكابتن احمد. او يشوف ازاي بيقدر يطور اداء الفرقة. الاداء التكتيكي. الاداء الخططي. الاداء الدفاعي. الاداء الهجومي. كلك الحاجات دي كلها. لا الامور مختلفة الحقيقة. تبقى انت مقتنع. وده مهم جدا ان انا شغال مع مدرب. ابقى مقتنع بفكر المدرب ده. وابقى مقتنع ان هو بيعمل حاجة مهمة جدا. تقدر تطور الفرقة. وتقدر تخليها في حتة تانية. وده يمكن يعني مش. الدليل على كلامي ان هو. ده حصل. في التلت سنين بتوع سموها. وناس اشتغلت مع الكابتن احمد جدت يعني. اسماء في الكورة. يمكن انت اخذ فرصتها في اندية تانية. لما جدت واحد تتطورت بشكل معين. تمام. في حاجات معينة. خاصة بكورة القدم. يمكن ان هو بيشتغل عليها. بشكل كويس جدا. انا بصراحة ما شفتهاش يعني. الاداء الحركة بتاع اللعيب. الاتجاهات الجسم. الرتم. هو على المستوى الشخصي حاجة محترمة جدا. حاجة كويسة جدا. شخصية جدعة جدا جدا جدا. تمام. يعني. فهو. التعامل معاه الشخصي مريح جدا. حاجة محترمة. فطبعا يعني. احنا اعتقد ان احنا محظوظين ان احنا. يعني شغالين في التين بتاع كبنا. هتقول ليه لأحمد عبدالعزيز. وقال كلمة مهمة جدا. قالك ما يكون فيه مدير فني. اللاعب نمرة واحد هيقتنع. بكلامه. وفي نفس الوقت الجهاز بينفز له. اللي هو عاوز لي انه مقتنعين بالكلام بتاعه. هو أحمد يعني. اشتغل معاه بقى فترة كبيرة جدا. وانا اللي بطلت كورة. وهو. خليت كل التربية الرضية. فاني قلت له تعالى اشتغل معاه. فجيه في مرحلة الشباب برضو. لما كنت مسك الشباب بعد ما بطلت كورة. اشتغل معاه فترة كبيرة. وهيبقى مدرب كويس جدا. دي شهادة منك يعني. طب ناخد العيب كان بقى كمان انت بتحب ويلعب قوي. بطلت برضو. بطلت. اكيد صلاح عبيب. انت. بطلت. 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 ليه بقى. صلاح. طب نسمع الاول هيقول ايه بعد انرجع نتكلم تاني. ادحكك على الموضوع ده كبير. احمد يعني من الشخصيات اللي الواحد يعني مهما هتكلم يعني واقول عليه لا انا عيش رابني وبينه. وشهادتي فيها تبقى مجروحة جدا. اتبسطت معايا ولعبت معايا موسم من افضل موسم اللي لعبتها في طلاق الجيش تحت كياطه طبعا. كان بيديني حرية في حتة الاسترائكر دي. كان بيقولي على شغلة اعمله في الملعب هتجيلي منه الكورة بشكل كبير. وده فعلا كنت بعمله كنت بلاقي الكورة قدامي بسبب الطريقة اللي هو كان بيلعب بيها. وبعد كده بقى الدنيا مشيت وهو بعد كده مشي وبعد كده راح النجوم كمل. وانا بالصدفة كنت هناك وعملت معايا موسم برضو كويس جدا. وقعد فترة طويلة بس جي بعد كده وقت عليه وقال ان انا مش هقدر اكمل ومشي. وبعد كده خدت تجربة تانية بتاع الطانطة ديت. وبعدها على طول ربنا كفق بفرقة سموحة. لان انا كنت عارف ان كابتن احمد هيقدر ينجح لما تكون تحت يد وقماشة من اللعبة كويسة. خد بالك فيه مدربين شاطرين في مصر كتير. بس كابتن احمد يعني شاطر زيادة عن اللزوم. بيذاكر كويس جدا. بيعمل كل حاجة كويس جدا. بيساعدنا احنا كمساعدين بالنسبة ليه طريقة غير طبعية. بنسمع له وبنتعلم منه. الواحد يعني مبسوط ان شغال ما عم مدرب زي دوت. بيبين او بيقول ان فيه مدربين كويسين في مصر. يعني يستحقوا فرصة كبيرة. يستحقوا عنديها كبيرة. يستحقوا ان يكون موجودين في المنتخبات. انا شاف ان الكابتن احمد كان يعني من الناس دي راجل شاطر وبيذاكر دايما. وبيتعلم دايما. ودايما عنده طموح ان هو عايز بقى احسن واحسن واحسن. وكل ما تتكلم معاه. وتقعد تسمع منه. تحس ان هو دايما عايز يطور نفسه للأفضل وللاحسن. فعشان كده الواحد بيحمد ربنا ان هو موجود مع مدرب شاطر زي دوت. بيقدر يستفد منه. بيدينا كل ما يملك من تعليم ومذكرها بيدينا احنا وبيساعدنا وبيتكلم معنا دايما على طول. طبعا انا من خلال البرنامج انا بشكره جدا على تحت الفرصة ديت ان انا بقى موجود معاه في الجهاز. وان هو بقى واسك فيا. وان انا بقى موجود معاه. فده شرف لي ان انا شغال مع راجل محترم بالشكل دوت. وهو على المستوى الشخصي والانساني. شخصية مش عايز اقولك يعني مهما هتكلم عليه مش هتدي له حقه. لانه هو دايما بيساعدنا وبيقف جنبنا. وهو هبطلني كورة بس انا مش مسامحه بس يعني. بس بتمنى له التوفيق. وبقول ان شاء الله ان الكابتن احمد هيبقى في حتة كبيرة. هو بياخد الموضوع واحدة واحدة. ودايما مش مستعجل على حاجة. ودايما بياخد كراراته بتأني وبيقعد يفكر كويس. وشايف ان هو ان شاء الله بإذن الله في مصر هيبقى حاجة كويسة جدا. اللي هيبقى مثال لمدربين كتير جدا صغيرين يقدروا اعملوا حاجة في مصر ان شاء الله. هما كلهم خايفين منك بالكده معاريب كويس قوي ها. لا 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 اضحك. صلاح كابتن يعني صلاح قعد فترة معي في الجيش. اه. اولا كلعيب شخصية جدع جدا. لا اللعيب كويس قوي كمان. اه فنيا وكمان عالمستوى الشخصية. شخصية جدع وراجل. يعني مرة كذا مرة كانت رجله مشروخة مثلا. قلت له هتلعب الماتش. يلفها. عنده شارك. اه والله. يلفها ويلعب. شخصية غير طبيعية. وكان لولا الإصابة اللي حصلت له في ماتش المنتخب. كان هيبقى أساسي مع كابتن حسن شحات. هيبقى موجود. نعم. فطبعا هو أنا بقى مشيت. انت بطلته ليه طيب قل. هو ما كان بيلعب ودي دجلة. وهو عنده 40 سنة. فكلمنا كابتن قال لي جايلي نادي. قلت له جايلك نادي ايه. تعال بس معايا بمساعد. عشان كده فاضلك شوية وقلبك يوقف. اه. فانا الحقيقة قبل بقلب يوقف عنده عيال. اه. طيب. اه. اه. احنا عايزين نشوف الجمهور دلوقتي. انا بناخد الكاميرا وبننزل. في الشارع او في الكافات او في اي حاجة. ونسأل الجمهور انت لسه فاكر. احمد سامي. لعب النادي الاهلي. ومدرب سموحة. ومدرب طلاع الجيش. ومدرب سيراميكا. تعال نشوف الناس هتقول لي ونرجع عليك تاني. موسيقى والله انا هو السؤال الوحيد دلوقتي ان انا عايز اعرف هو لبس متواجد في الساعة التدريب المنتخب. يعني هو كان مقدم نتائج كويسة مع الناس موحة. واسمعت ان هو محصة مشكلة وراح الناس رميكة. لكن هو كان يعني هو دلوقتي الانسب لقاءة المنتخب. احمد سامي عامل تفرق كويسة جدا كانت مع اسموحة. لسه ده ما ظهرش مع سيراميكا. طبعا مع اسموحة وكاد المشكلة اللي حصلت معاها كانت تغيير مجلس الادارة. لان كانوا مريحين ومع فرج عامر كان مريحه جدا كان موفر له حاجات كتير. مع تغيير مجلس الادارة والميزانية لما نزلت. ما قادرش لو يكمل معاهم. كان الافضل لو يكمل كان هيعمل حاجة كويسة جدا معاهم. احمد سامي مدربين الكويسين يعني. وفكره عالي قوي ومفروض في الوقت اللي احنا فيه ده هو يبقى على الساحة موجود. ويبقى مراشح لأقوى لدور المنتخب مصر. كويس ويقدم ان شاء الله في مستبه لحاجة حلوة. ويا ريت يجي يدرب فرق كويسة في الدوري. ونتمنى له دايما الخير داي. كابتن احمد سامي مدرب كويس جدا. وكل الفرق اللي هو مشي معاها زي كان طلع الجيش أو سموحها. سراميكا حاليا ماشي كويس. وهو ابن من ابناء النادي الاهلي وممكن نستفيد به في الكورة مصرية. كان مدرب وهو خبرة يعني فنية محترمة. وبشوفها بيحط الخطة صاحة يعني وكده. وشايفه مدرب مناسب يعني. لا مدرب جميل وشاطر يعني على مستوى اللعب. اللعب لوحد يعني طبعا في الأجيال اللي هي الكاتلة قديمة. والناس اللي هي ان شاء الله عليها. ومدرب يعني ان شاء الله يبقى ليه مكان ان شاء الله يعني. مدرب ممتاز وعامل كان اعمل نتائج كويسة مع نادي سموحة. وماشي على خطة ثابتة في نادي سراميكا. مدرب محترم ويدقوب وبيتفان في شغله. الناس هي لسه فكرة أحمد سامي وعرف بصماتك فين. الحمد الله. وإحنا زي ما انت بتشوف هو إحنا الكاميرا فين. مش بقى في نادي ولا مش عارف فين ولا الكلام ده كله. لا الناس عارف أحمد سامي. وحاسة بالشغل انت بتشتغله إيه. ما خدتش حقك دلوقتي هتاخده. كده كده هتاخده إن شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله كابت أن أهم حاجة الجمهور بتبقى يعني عارف تابل حد ويبقى مبسوط. هتطول لي الجمهور بقى ده؟ ده هو الأساس. طبع. وخلي بالحظ لك طول ما الجمهور مش موجود في المدرجات. طول ما فيه مشكلة في الكرة المصري. أكيد أكيد. طيب. إحنا هناخد فاصل ونرجع بعد كده حق الجمهور. الجمهور هنا ادالك حقك وتكلم عليك كويس. هنشوفه الجمهور هيسألك وانت هتجاوب. جاهز معنا؟ مش. هناخد فاصل ونواصل حلقة الليلة من المجل. أهلا بحضر لكم بعد الفاصل. أبو حميد احنا وصلنا الفقرة الأخيرة من البرنامج. إذا ما وصلت لك الفقرة الأخيرة من قسمة إلى جزئين. جزء الجمهور بيسأل وانت بتجاوب. جاهز معنا الأسئلة؟ طيب. فضل يا أحمد. موسيقى أوجه سؤال لكابتن أحمد سامي. بقول له حضرتك يا كابتن دلوقتي مدرر فرقة السروميكا. إزاي شايف نفسك تواجه في فترة جاية فرقة كبيرة زي الأهل وإزاي مالك والفرقة دي؟ كابتن بص يا كابتن مصطفى يعني أنا كنت سموحها ثلاث سنين. أعمل سيستم كويس لعيبة واللعيبة كانت بقالها فترة معي. أنا ماليش. أنت اللي بتعمل السيستم أو الناد اللي بعمل لك السيستم؟ لأ أنا بعمل السيستم التاكتك. أعمل السيستم الفرقة. أعمل السيستم الفرقة. بالنسبة لما بتقابل فرقة كبيرة زي الأهل والزمالك. أعمل ناتاك كويسة جدا مع الفرقتين يعني السنة دي. لكن هو طبعا سيراميكا لسه نبقى لي شهر. الموضوع هياخد وقت شوية بس عندهم لعيبة مميزة جدا وإن شاء الله يطلع منهم شغل كويس. إن شاء الله اللي بعده. مين أحسن ثلاث لعيبة في مصر حاليا؟ ولو هو موافع على إيقالة كابتن إيهاب جلال من المدرب اللي هو اللي يجي مكانه. سؤالة وشاف الناس حلو ده. لا الناس فاهمة حتى لو نصروا يفهمين. والله أحسن اللعيبة في مصر دلوقتي يعني أنا مش شايف اللعيبة في أحسن حاليا. صراحة. فيش حد مستمر بشكل كبير جدا. فيش حد سابت مستمر. لكن الأمل موجود يعني أنا بالنسبة لي كان نفسي موجود أحمد عبد قدر يبقى موجود في المنتخب. يعني بشكل كبير. كان نفسي مصطفى فتح يبقى يرجع المنتخب. نفسي حسام حسن يفوق تاني ويرجع المستوى اللي كان موجود. ويرجع تاني بأضافة النادي الأهل ومنتخب. نفسي قفشة يرجع المستوى. نفسي طري الحامد يرجع تاني المستوى. يعني نفسي لعيبة كتير زيزو يرجع المستوى. زيزو كان وصل للطب زيزو برضو مستوى مش هو. نعم. نعم. نفس القصة على الحال اللعيبة كتير جدا في الدور المصري مش في أحسن حالاتها دلوقتي. لكن أنا مش مع قالت إهاب جلال. ليه لأننا مقدرش. الظلم ها. الظلم جدا. ظلم بيّن. الظلم بس. ظلم بيّن. وما يحصلش في أي بلد في العالم اللي بيحصل ده. اللي عندنا بس. اللي بعده. موسيقى. 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 بقول لكابتان أحمد سامي عموماً لنجوم الرياضة في مصر. يعني. ليه فكرة عدم طرحوا حسام حسن تاني وإبراهيم برغم إن. يعني الكتلة الشعبية عموماً عايزاهم يمسكوا المنتخب عندنا. وبالذات إن إحنا فعلاً مفيش منظومة ثابتة. ماشينا عليها ومفيش معايير معينة ماشي عليها النظام بتاع المنتخب. وإحنا كشعب أو كجمهور مش عارفين نشجع مين أو ما نشجعش مين أو نوقف ورى ظهر مين. إنا مفيش حاجة واضحة بالنسبة لنا. الصورة بشيطة. والله أنا شايف المناخ ممكن يؤثر مع المدرب المصري أو المدرب الأجنبي. يعني المناخ دايماً المناخ الوحش بيؤثر على المدربين. سوى حتى لو مدرب جامع. ده هو بتكلم على الكابتن حسام حسن وكابتن أبريم حسن. اللي ضمنك إن الحل عندهم. لا هو مناخ. المناخ. المناخ طبعاً. مين اللي بهايق المناخ ده؟ طبعاً الإدارة. الإدارة هي اللي بتهايق المناخ ده. اللي بعده. أقدم له التحية الأول. وتاني حاجة إن هو بزل موجود كبير قوي في الدور العام. وعمل نتاج كبير قوي. وتاني حاجة أنا عايزة أوجه له إن لو هو جي مدير مساعد في النادي الأهلي. هل هيوافق بكده؟ النادي الأهلي يعني صاحب فضل علي كبير جداً. لأن أنا متربي فيه. أهم حاجة هو نادي الأهلي. وشايف إن أنا أبقى مفيد ولا مش مفيد. هي قصة كده. بس كده. بس كده. ما جاوتش على السؤال برضا. قصة كابتن. دايماً. أشكول عبد حسب طموحات وهو. ما أنا أقول لحد أجبس. النادي الأهلي. لما بيجي يمسك. هم. في مدربين ما بتحبش المساعدين. يتكلمهم. يتكلمهم. يقول لهم رأي. ودي حاجة أنا مقبلهاش. خالص. فبالنسبة لي أنا بتبقى صعبة جداً. وبعدين كمان الموديل الفني الأجنبي. بياخد وقت عبال ما يصق في المدرب المساعد المصري. نعم. فأنت يعني. فأنت دقلق. يعني أنت لو مش هتضيف. أو هتبتدي تنتج في المكان اللي أنت فيه. لا يبقى ما ينفعش. الجواب وصل. اللي بعده. موسيقى أنا أحبب أواجه سؤال لكابتن عحمد سامي. أنا أحبه جداً طبعاً. وأحبب أشوف رأيه في تشكيل المنتخب. بالمناسبة للفترة الجاية. والله الأجهز الدورة هيشتغل. والأجهز بغض النظر هو كان عامل إيه في المنتخب. عاوستغول على الجديد بقى. على الجديد. ولعبنا بجميع الأشكال وكان شكل الوحش. فنعمل الصح المفيد. وخلي قلبك جريء ولعبه. ما حصل إيه يعني؟ من بعده. موسيقى الحقيقة بيوجه سؤال لكابتن عحمد سامي. أغلب طوله خدتها وانتلعه في النادي الأهلي. الدوري والكاسي. دوري والكاسي. دوري والكاسي. خلي بالك أن أفريقيا ساعتها كابتن صالح. كان مناعها أربع سنين. كان مناعها أفريقيا. ودي فرعت معنا كتير قوي. آه طبعا. فرعت في كل حاجة في عدد البطولات كبان. آه. لبعده؟ عايز أسأله وأقوله يعني عجبك أداء المنتخب قدام أثيوبيا. أنا كمواطن محروق دمي من ساعة الماتش. وكانت حاجة مؤسفة جدا. والله بش هو بس المحروق دم وأحيات ربنا. الشعب المصر كله. فبصة كابتن هو في الآخر أنت ما ينفعش مهما كان اسمك كلعيب أو منتخب أو اسمك نادي. ما ترعش تقابل فرقة وانت رفع كتافك. هو كنا رفعين كتافنا زادة عن نزوم. تعبير حلو. وفاهمين إن إحنا رايحين بقل مجهودة هنكسبهم. وفي نفس الوقت هم متحمسين جدا. لا وهم في طولة الأفريقية عملوا كورة عالية جدا. كنتهم كويسة كلهم لعبوا كورة. ما هو نوعيتهم زي بكلي اللي عندك كتاف. كلهم لعبها بتاعب كورة. لكن إنت لازم كنت تلعبهم بمنتهى الشراسة. لكن ده ما حصلش. واللعيبة ملعبتش بروح حتى. يعني إنت حتى لو إنت بتلعب مروح. استسلام ما بعده استسلام. بالضبط. هم خلوا مستعدين لك بشكل كبير جدا. فخلوا شكلك وحش. اللي بعده. عايز أوجي سؤال لكابتن أحمد سامي. إيه أصعب اللحظة عدد على كابتن أحمد سامي في مسارته الكروية؟ والله هيبص أصعب أصعب حاجة ساعة قرار لما نادر أقلها بيعك. ونمر اتنين ساعة لما تصبت. لما تصبت بقى إصابة طويلة وصفر في ألمانيا. وخلاص حسيت إن الموضوع خلص. وإنت في ألمانيا حسيت بقى. حسيت إن الموضوع خلاص. لا ده العملات التانية. هي اللي حسيت إن الموضوع خلص. وتالت حاجة لما في المتشاط الصعبة اللي بتغلب فيها. ده بتبقى متدقى جدا. جدا. ما تحبش كلها دينة. خلاص. خصوصا كمان بتبقى أنت ما هي الدنيا كلها إن أنت تقدي. بس طبعا أنت ربنا ما ببقاش رايد اللي ما ببقاش في حالتها ساعات. بتبان من قبل. بتبان. طيب إحنا كده خلصنا الأسئلة. أسئلتنا سهلة يا كل حاجة. عندنا آخر فقرة اسمها إنت مين. إنت مين؟ إسمك السلاتي إيه؟ أحمد سامي سعد الدين رجب. وليد إيه؟ 73. 1973. فيين اتولدت فيين؟ اتولدت في المانيال. في المانيال؟ آه. أسرتك مين؟ والدي. لا اتشانتك أنت عيش معها ها دلوقتي؟ لا مراتي. عندي بنتين. بنتين؟ تالية وبالارا. سنهم ادي ايه؟ سنهم عشر سنين وتمان سنين. بيمرسوا رياضة. لا. هذه الصورة هي. مع المدام. ما بيمرسووا رياضة يا أحمد؟ لا. أنا ده نسي ما خرسوش دراسة كابتال. تابة إيه؟ لا أعمتها بصف حما في السراح. حاولوا بإذن الله موضوع السباحة. سباحة؟ تبالبط في السباحة سديني حر لو جات واحدة فيما يتلك أن عاوزة ألعب كرة تلعب كرة يعني أنا بالنسبة لي براحتهم براحتهم أه، أنا ممكن أن أشوف أحمد سامي تاني من خلال الأمرصين لا صعبة كمتلك صعبة ليه صعبة ليه؟ اهتماماتهم مش كده نعم، نعم، خلاص كده طيب كلمني عن هواياتك هواياتك يغر بالكورة أنت معجون في تقرأ كثير بالكورة تفرج على الكورة حياتك كلها تكتيج في تكتيج ايه هواياتك يغر بالكورة؟ والله يا كابتن يا بص أنا كنت أحب أن أروح أستاذ سمك بشكل كبير جدا في الغرداء أنت عاوزة ده صابون، أنت صابور بقى كنت أحب أن أستاذ سمك بشكل كبير كنت أنا وصحابي حتى أخليب عليك صحابي أنا من كجوان معي لغاية دلوقتي مين هما؟ يعني أنا حوالي فيه مستشار تامر محرم ده قاضي وفيه راجل مدير بنك تامر حسين وفيه دكتور تامر عنده مركز إشاعات كبير هتتقابل معهم؟ فيه ناس كتير لا هتتتقابل معهم لحد الزبوع بتخرجوا؟ ها بتروعش نصاد معهم في يوم كده من الأيام كده؟ الدنيا اختلفت شوية عشان الدنيا مافيش وقت ها بتاخد معاك سمك وتراح تستاوض ولا بتستاوض لا 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 يعني أكبر سمك استاوض مرة بس يا كابتن كان لا مرة ستة كيلو وسبعة كيلو وحاجات كده بتاعت البحر الأحمر أنا فتكرت تقول لك هتطلع علي حوت ولا حوت؟ لا صعبة كابتن لا صعبة لا مرة الدنيا كانت هتعلى وكنها نغرق سعيد لا والله هو والله الموتور بتاع عطل كمان كمان أول موك كان عالي كانت يوم مانا في أمرا عدالي فبا انت، غير الصد ايه؟ ففاق فاق كمانا فاق موضوع العربيات كان عندك عربيات قديمة؟ يعني كنت بحبهم بحب غير عربيات حتى الأديمة أنا بحب العربيات القديمة أكثر من العربيات دي خالص بتحب الأكل؟ مين ما حبش الأكل يا كابتا؟ بس أنا مش أكيل الا الأكل المفضلة ليك إيه؟ أنا عندي والدتي تعمل الأكل عالمي ومراتي برضو بتعمل الأكل كويس بس أنا مش أكيل كمية بتختار الأكل؟ لا يعني بدوق الأكل بقى استطعم الأكل يعني بقى أكل بس مش كمات كبيرة طب إنت زافرت الأنصار في السعودية كنت لوحدك طبعا دخلت المطبخ؟ كنت أنا وعلي ماهر المطبخ بالنسبة لنا يعني ما فيش أي مطبخ ولما خوش تبنى من مشكلة كبيرة إيه الأكلة تحب تتقنها؟ أنا كالنفسي أنا بحب البط البط؟ أه طبعا بتقول لي مش أكيل؟ لا مش كمية يعني عاجة بسيطة بتحب القراية؟ أه طبعا إيه المينة آخر رواية قريتها كانت إيه؟ والله يا بص يا كابتن يعني عادت فترة أقرأ روايات كتير لناس كتير بس في نفس الوقت في شباب طالع بيكتب بشكل كويس نعم يعني في حاجات تشدك منتك ممكن أهو ما بقاش عندك وقت تتكملها بس تعال أقل على أقل في الفترة اللي انت بتقرأ فيها بتقرأ فيها بتتأثر بيها بتتأثر بيها طيب انت بتحب الخروج والفوسحة والكلام ده ولا بيتي؟ لا أنا بيتي بصراحة بس أنا عندي ولادي ومراتي بيحب الخروج يعني بيشدوني يعني انت مش حابب من الخروج والكلام ده كلنا بتخرج عشانهم عشانهم انت بتحب قعدة البيت؟ مش قعدة البيت هو حتة الهدوء الهدوء أحسن اه بتحب العزلة؟ لا تحبش العزلة لا العزلة مش انطوائي على نفسك؟ لا ده حاجة مش كويسة اه طيب انت ليه ما بتحبش تزور في الإعلام كتير؟ لان ما فيش حاجة بتتقال يعني 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 فيه حاجات انت بتشوفها كابتن زي فيه ناس بتطلع على مصرح ومش حافظة ترديد كلام وخلاص والملقن زمان كان فيه ملقن كده ايو اللي هو تحت ده على المصرح انت مش حافظ فيلقنك مسامع فانت هترطلع تقول ايه؟ اه فانا تطلع تقول كلام مكرر يعني اه هتطلع تقول حاجة يعني ما قلتهاش قبل كده او ما طلعش تتكلم كتير يعني اللي حتى اللي بيستضيفك بيبعاوز لغتك في السكة اللي هو عايزه هو بالزبط يعني الكلام المفيد احسن من الكلام التكرار والظهور من غير هدف علاقتك ايه بالفيسبوك؟ لا صفر صفر طب السوشيال ميديا بصفة عامة لكش علاقات خالص فيها خالص تحب الترب الأغاني القديمة؟ اه طبعا تحب مين من الأغاني القديمة؟ عم كالسومة عبد الحليم وفن ومحمد فوزي يا سلام يا سلام لانت وفايز أحمد طب ايه الاغنية الجميلة اللي انت بتسمحها ترجعك للزمن الجميل الحلو وعاوز تبعتها الوقت لشريكة حياتك وانت بص على الله انا بص على الله انا بص على الغاني لا اغنية ولا انا ببعت لي اغنية كذا 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 اول جملة منها حتى بشتاز بتغني ولا هلها بحبك حلوة دي لمين؟ لمين؟ لمين اللي اغنية دي ما انا بحبك؟ يا حليم؟ طيب وانت بتصلها كده؟ طيبا هتقول لها ايه؟ بحبك بس كده؟ بس كده؟ بس كده؟ بخيلي يا أحمد ليه كده؟ هل حصل بتكزم بالحاجات دي؟ خجول يعني طيب بتحب الأفلام؟ اه ايه الفيلم اللي بي خليفتك؟ بحب الأفلام بتاعت اسمين ده كلنا؟ اه ايه دي هو دي الأفلام اللي بتفصلك؟ فيه فيلم معين؟ كلها في الجيش وفي المدرسة وفي الموليس وفي كلها في الجننت الحياة طبعا الفنان الكبير عاد الإمام طبعا 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 طيب دلوقتي اه انت قلت لي بالنسبة لفيسبوك انت مالكش خالص فيه ولا المسوشابين اه ولا تويتر ولا طيب عندك رسالة الوقتي او رسالتين هتبعت رسالة منهم لمراتك هتقولها فيها ايه؟ وانت بس كده للكامورة اقول لها انا متشكر استحملتني كتير مصراحة انا مش مراتك مراتك ايوه كده ايوه كده ايوه كده ايوه كده ايوه كده انا متشكر استحملتني كتير وان شاء الله ربنا يسهل في الفترة الجاية نبقى احسن من كده الرسالة التانية هتبعتها المين؟ وتقول فيها ايه؟ الرسالة التانية هتبعتها لوالدي ووالدتي ايوه اقولهم ربنا خليكم ليه امين اوه انا متشكر ليكم جدا تعبتم معايا جدا 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 لدرجة لغاية دلوقتي وانا ماشي بدعوتكم انت متش يا سامي بناتك ايه؟ تالية 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 لا بالته تانية تالية تالية ولارة ولارة يعني ايه تالية؟ تالية الكرآن يا سلام ولارة ما عرفش ما تعرفش منارة الإسلام منارة من النور تالية والدتها اللي سمتها ربنا يخليهم لك يا رب وتفرح بيهم وتشوفهم كده في احسن صحة واحسن حال يا ربنا كابتن ودايما نسمع عن احمد سامي كل خير نشوفك احسن مدرب بش في مصر بس في افريقيا وفي العالم كله انت انسان مجتهد واحنا لما فكرنا ان احنا نستضيفك وشوفنا السفي بتاعك لا حاجة حاجة مشرفة وربنا وفاك فاحنا بنشورك على وجودك معنا وقبل ما بنختم تاخد الاوتوغراف وتكتب كلمة للبرنامج ماشي مشاكل جدا روز كابتن مصطفى عليه ده ده حق موسيقى 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 عن نفس الاستمرار يبقى موجود في ظنامج لأن ظنامج ناجح جداً ربنا خليك يا ربنا مشهور التوفيق دائماً إن شاء الله ربنا خليك إحنا بنشكرك يا محمد على إنك كنت موجود معنا حصاب برنامجنا وأنا عارف أنت في الظهور تظهر قليل جداً لقد شرف لك فدي حاجة تسعدنا وإن شاء الله نسمع عنا كل خير كده وإن بركلك وإنت ماسك منتخب مصر في ظروف وبجوة مناسب فتبدأ ربنا خليك يا ربنا خليك كده حليتنا خلصت كان مع النجم طبعاً للنجوم تدريب في مصر وخدم نادي الأهلي وخدم أندية كتير جداً وإنتم شامل بقيت أحمد سامي من المدربين القلائل اللي هو بيعرف يقرى الماتش كويس وبيعرف يحط الخطط كويس وبيقرى الجيم كويس قوي على أمل اللقاء بيكم في حلقة جديدة من المجري أسبوع على خير طبعاً ترجمة نانسي قنقر